بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي خناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة هتلحقوها والله خلاص جابت ضرفها إبراهيح أهلا بك أبا شمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة 833 المهندس عدي بيقولك هتلحقوها ولا خلاص جابت ضرفها أنا بسألهم هي جابت ضرفها ولا لسه ممكن تتليحي الحقيقة الكرة الكرة المصرية وصمعت الكرة المصرية اللي خلاص ما بنعملش حاجة واحدة تخلي الناس تنظر لنا بجدية وتنظر الكرة المصرية بتاعتنا كما كان ينظر إله الرأي دا المحترمة الموضوع مش مطوع نتايد أستاذ إبراهيم الموضوع أن انت وقد أنشأت الاتحاد الأفريقي وعلمت الجميع إدارة كرة القدم لا تمارس أي شيء من اللي علمته للناس وكأن الأستاذ فقد الزاكرة وتركها للعشوائية الحديث هنا ليس عن اتحاد كرة الموضوع كده احنا بنبسطه قوي أيوة لأنه لو هو على نطاق اتحاد الكرة يبقى نقول طم تيجي نجرب اتحاد تاني وثالث ورابع الموضوع هو المناخ العام المسؤول عنه كل المسؤولين عن الرياضة في مصر وتحديداً كرة القدم من لجنة ألومبية خطاع البطولات إلى وزارات شباب متعقبة إلى إعلام لا أصبح لا ينظر إطلاقاً إلى الصالح العام مش مهم هو بيقول إيه ولا بيعمل إيه ولا بيقدم إيه من المحتوى المهم الانتماءات اللي طغط على كل شيء على السطح وأصبحت الإساءات تنقل إلى الخارج إحنا لسه كنا بنقول هل أنت بتشوف الدور المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الليبي أو السوداني أو حد بيخرج خلافاتهم والناس بتتصيد لبعض وتعتهم بعض درجة أن أنت دون أي نوع من المسؤولية دخلت الموضوع في حتة العنصرية التزييف المشعارف كلام النهاردة إتحاد الكرة وها لم ينحز لقضايا عادلة إطلاقا وضحة وضوح الشمس ولكن إنحيازاته كانت نتيجة دائمة تربطات ومصالح في اتجاهات محددة فتروح كل الأضايا للإتحاد الدولي الخلافات اللي بين اللعيبة والأندية بين اللعيبة واللعيبة وبين الأندية والأندية إيه إتحاد دولي بيبصر المشهد هو أنا أزعم من إتحاد دولي ما عندهش كم الشكاوى من أي بلد في العالم زي اللي موجود من مصر قال لك يعملوا إدارة المصريات لا يعني فالنهاردة لما ييجي مجرس إدارة استقيل يمتعامل معاك وأنا كنت بيعني مداي ومش فاهم إيه ده إزاي يجرؤوا يتعاملوا معانا ويعينونا لجنة زي بالزبط اللي محتوط حطوا تحت الحراسة وفقد الأهلية فبتجيب له لجنة تدير أمواله أنت جابوا لك لجنة من الموظفين الذين يتقضون أجرهم من أتعاد دولي وإلي ده حقق الموظفين هم هم من داخل عباءة المنظومة التي يحتاجون عليها يعني عبس ما بعده عبس ولا أحد يحاسب ولا أحد مهتم أن يشوف أي مشكلة في حجمها وإنها لما جابت تستخبى مرة واثنين وثلاثة محدش يكترث لما عملية القيد لأحد الأندية الهمة زي الزمالك يتقالوا لأ أنت مقبطئ ولا يحاب تقول وإحنا أخطرناك مش حنقيدلك وبعدين يطلعوا لك لأ ده إحنا لازم نقيدله لأنه هو صاحب حق هو صاحب حق أو مش صاحب حق هو مين اللي بيقول طب لو صاحب حق أنتوا عملتوا إيه من الأول ليه كده طب لو مش صاحب حق إيه اللي خلاكوا رضقته دون أن تفرضه أي نوع من أنواع النظام أنا مش بقول يتأيده ألا مش بتأيده أنا عايز كل نادي يعيش حياة طبيعية ويأيد لعبته ويمارس حقه كاملة في مقابل أنه يفي بالتزاماته كاملا بالضبط ما هو أنت طول ما أنت بتغطي عليه أخطائي أنا إيه اللي خلينا صلحها أنا لا أتحدث عن زمالك أنا أتحدث عن الكور مصرية سواء أهل زمالك إسماعيل أي المناخ اللي عامل الكور مصرية أستاذ إبراهيم عملية عن مضارع عن الأخطاء بسط مرات وبعدين إيه العبس اللي إحنا عايشين وده عشان نكايد بعض صورة هنا ولا صورة هنا ولا تصرف من اللعيم إيه بناخد الحاجات دي بتصدرها يعني ليه مش كل حاجة ما بنحلهاش بهدوق عندنا إيه المعايرات اللي بقت أصبحت تمث الخلق وتمث كرامة اللاعب المصري وتمث في إيه إزاي ننظر إلى الكورة المصرية أستاذ إبراهيم بعدم احترام وننتظر من عالم أن يحترمها ويحترم المسؤولين عن إداراتها هي دي النتيجة إحنا في في بلوة لو كنتم يعني تعلمون وأنتم تعلمون للأسف عشان كده قلتلكوا أن دي حلقة مهمة أولا جاية في توقيت مهم وفي خضم أحداث كثيرة وتطورات أيضا مهمة عشان كده هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله إيه اللي مزعالك يا خواجة والغربال بجلاجل وبعضمة لسانه هي وقبلها التوفيق والشموع الحمراء عن إمام الحديد لكن في أسرار الملك المدافع أصل وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة على بركة الله بعثة الأهل النهاردة غدرة القاهرة هي مازالت حتى الساعة في الجو إن شاء الله توصل بسلامة الله إلى مدينة الدار البيضاء المغربية دي لحظات الوصول في التو يعني حالا هبطت في كانوا مش تانينك تبقى وسط هبطت في مطار الدار البيضاء البعثة برئاسة الكابتن حسام غالي ويرافقها الكابتن محمود الخطيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة استعداد مكثف وهادئ جدا وأجواء أعتقد فيها الكتير من الاحترام والهدوء والتركيز للقاء الأحد مع الوداد على التتويج بطلا بإذن الله تعالى لدورة أبطال أفريقيا واضح الفرين النهاردة قدى المراني الأخير له في ملعب مختار التيتش وبعد كده تناول اللاعبون وعضاء الجهاز الغداء ثم اتجه الجميع إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة الرحلة كانت حوالي خمس ساعات ثم كان الهبوط زي ما انتوا شايفين في مطار كازا بلانك يعني أظن أن احنا من شكل البعثة والخروج على رأيك الهادئ ده وعدم يعني الصخب اتعلننا درس الماضي الماضي القريب يعني أي أن احنا نروح مرة وإحنا عارفين أن ممكن كل حاجة تبقى مش معك ولكنك مش عايش الأجواء دي بسلبياتها وشاغل نفسك بيها أول أنت اللي يشغلك هذه المرة وأعتقد أن الجمهور بدأ يتعامل مع الأمر من هذا المنظور فعلا بوعي شديد اللي يشغلنا ماذا سوف نقدم في مواجهة كل هذه الصعاب بس إحنا رايحين ما أمريها مش سهلة وطولا من المباراة واحدة نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتوفيق لكل العناصر اللي ليه علاقة بالمباراة وهمها طبعا التحكيم ثم التوفيق لإجازة الفني واللعيبة بتاعتنا نحنا نعيش يعني حالة فنية طيبة نرجو أن نحنا نشوفها في الملعب بإذن الله مستر مارسل كولر خد كل اللعيبة المتاحين معاه يمكن حتى كان آخره محمد الضاوي كريستو اللي انتهى مع مشاركة منتخب النشئين التونسي في كاس العالم للشباب وانضم للبعثة الشناوي طبعا الحارس الدولي الكبير بعد التأكد من جهزيته كمان وشفاءه شارك في التدريبات الاخيرة بقوة الأربع حراس قدوا تدريبات قوية الشناوي وعلى لطف مصطفى شبير وحمزة علاء يمكن خد الثلاث حراس معاه الشناوي وعلى لطف وشبير وبقيت العناصر كلها الكل جاهز والكل في درجة الاستعداد الكاملة التوفيق ننتظر التوفيق من الله سبحانه وتعالى واني اللعيبة تبقى تلعب بالتزام وروح عالية جدا وثقها في قدرتها الترتيبات يا جماعة يمكن دي بداية بداية الوصول على طول اللعبة لسه في المطار زي ما انتوا شايفين كابتن سادعب حفيز والمهندس سبيل عدلي كانوا سابقوا البعثة للدار البيضة عملوا كل الترتيبات لاستقبال الفري والترتيب الخاص بالإقامة والتدريبات بكرة الفري ان شاء الله الجمعة هيتدرب على ملعب العرب الزولي ويوم السبت هيتمرن في مراكب محمد الخامس اللي هتقام عليه المباراة المباراة الساعة عشر مساء الأحد بإذن الله ديكم شايفين انه الكل في حالة من الهدوء والتركيز ودي الحياة الاستراتيجية اللي كان الاهل اعتمادها من صفارة نهاية المباراة الزهاب الكل دخل في جو من الهدوء التركيز مفيش استدراج لأي شيء ولا كلام ولا نتيجة الزهاب ولا غير مسموح بإثارة أي مشكلة أو الحديث حتى عن موضوع التحكيم سواء المباراة اللي فاتت أو المباراة اللي جاية كانت مسألة مهمة جدا انك انت تقفل على كل حاجة انا رأيي كده حتى بالثاني فات لو تذكر قلت لك انا مش عاجبني فكرة هتدونا كم واحد والمدرجات وتخصصولنا ما تخصصلناش والجواب الاستخابة مسؤولة مين عشنا حجم من التشتيت ومواجهة مشاكل لا ينبغي لنا ان نواجهها كانت على حساب درجة تركيزنا مؤكد يا رب المرة دي نكون مستوعبين وأنا أرى اننا قد استوعبنا كثيرا حتى لما تقرأ تعليقات الجماهير تشعر ان هي أيضا بتحاول ان توفر هذا الجو من الدوق والتركيز وعدم الضغط على اللعيبة حتى من فكرة وجهة النظر ان كل واحد عايز فلان بقى دي دي ما تشوف فلان ده مش عارف مباراة فلان طب أهمس في أزن كولر مش عارف الكلام الذي لجد ومنه غير ان احنا ربما نكون بنصدر بعض القلق لكن اعتقد ان هذه الأجواء مطلوبة ويجب هو ده بقى الاحتراف هو بقى ده اذا كنا بنتكلم عن الاحتراف هذه هي الأجواء المحترفة ده كلام مهم جدا وعندنا تفاصيل كتيرة من الدر البيضة وحنروح معاكم ليها ونشوف كل ما يخص المباراة وأجواها لكن خلينا نشوف مبدئيا ضربة البداية مع مقالي ومقالي ومقاله ايه اللي مزعالك يا خواجة برح مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عمل مؤتمر صحفي عشان يعلن قايمة المنتخب اللي هتبدأ معسكر يوم عشرة يعني يوم السبت هيتمرن يومين يوم اتناشر الفرق هتسافر للمغرب منتخب غينيا هيلعب منتخب مصر مباراته في المغرب في الجولة الخانسة لتصفات كاس الأمم الأفريقية الأسماء كلكم عرفتوها منهم تمانية من الآلي لعبة الأهلي هتغادر إن شاء الله تعالى بعد مباراة الوداد هيكون برفقة الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد اللي هيكون موجود في الدر البيضة هو والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد هيطلع خالد الدرندالي مع اللعبة التمانية اللي اختارهم فيتوريا من الآلي على مراكش علشان ينتظروا بعثة أو وصول بعثة منتخب مصر في اليوم التاني يوم 12 للقاء غينيا يوم 14 ويرجعوا يوم 14 بعد المباراة علشان يلعب مباراة ودية هنا يوم 18 مع جنوب السودان الحقيقة رئي فيتوريا لأول مرة من أول ما تولى المهمة يبان في المؤتمر ده غضبان جدا وزعلان ايه اللي مزعلك يا خواجة الخواجة لقي انه مفيش اهتمام بحل مشاكل توالي المباريات مع منتخب مصر قال لهم النادي الاهلي من الطبيعي جدا انه بيلعب فاينال والطبيعي جدا ان المباراة تبقى يوم 11 بس كمان الاجندة الدولية اللي بتبدأ من يوم 12 لغاية يوم 20 حبكت ان انتو تحطوا لمصر مباراة غينية يوم 14 بعد يومين 3 بس من مباراة نهاية دور الابطال للاهلي فقال ان احنا طلبت من اتحاد الكرة بعثنا للاتحاد الافريقي 3 مرات اخر مرة رد علينا يوم 21 قال لك هو كده مفيش تعديل للمعاد او حلوها مع غينية فقال لك احنا غينية بنحترمها وبنقدرها لكن بتوع غينية تمسكوا انه يلعبوا يوم 14 مع انه الاجندة الدولية المعاد مفتوح لغاية يوم 20 كان ممكن يلعب 18 يلعب 17 ويدي فرصة شوية للعبة الاهل الدوليين وللمنتخب انه يجهز بشكل احسن من كده كان واضح انه الراجل قال لك مش لاقي حل هو بقى اصله هو اللي وقع في المشكلة المعكوسة المرادة هو اللي حيلعب بعد الاهل اي ولو كان حيلعب بالاهل والله ما كان فرقت معاه اي اللعب معاه وكان حيلعب الماتش والاهل له رب يحميه اخذ بالك فالمسألة انه هو المرادة شاعر ان اللعب مش هتكون معاه تم اللعيبة اي بتكلم تم اللعيبة من 18 لعيب 18 لعيب دول 28 لعيب فيهم كمان اربع محترفين اه يعني تمانية من 16 يعني تمانية هيبة منهم 6 على الالة اساسية يعني يعني شو احاول ياخد علم علول وديانج بس ما عرفش اصداد ابن راهيم والراجل طبعا اه شايف شايف حالة من Ugh الاهتمام بشؤول الكرة مصرية لا أحد يقاتل من أجل مصلحة الكورة المصرية لا أحد يعني اللي إحنا عمش إحنا كنت بقولك يعني يعني في المقدمة حنلحقها ولا هي خلصت خلاص يعني في الوقت نرجع من الدوحة نقولك الحمد لله دي إحنا شفنا وحنغير بقى وحنصلح بقى وبعدين ترجع تبص تلاقي الاتحاد السعودي بياخد الكورة السعودية ويحدفها في الحتة بتاعت الدول اللي عايزة تعمل كورة حقيقية يعني أمريكا بتدت كده والياماني بتدت كده والصين عملت كده واخد بالك وهم بيبنوا على الأجواء والاحترافية أنه بينقل فرقته لا بيجيب لها بقى الزروق أحسن عبا في العالم عنده دلوقتي ولسه دي البداية لما تشوف الشؤون الإدارية عندهم لا ما فيش غلط بيتدار عليه أول بأول الحساب فيه انضباط في الملاعب فيه انضباط لكل عناصر اللعبة أين نحن من هذا تخرج من كده تنص تلاقي دبي بتحتضن كل الفرق اللي عايزة تعمل معسكرات أو استشفاء أو عايزة تعمل يعني ماتشات ودية بتروح الإمارات العالم حواليك كل واحد بيحاول ياخد الكرة بتاعته لقداب ماذا نقدم نحن للكرة المصرية غير قاعدين لسن على بعض غير قاعدين الحق يبقى باطل والباطل يبقى حق غير قاعدين ندحك الناس علينا وندحك ان احنا بنجيب خبراء للتحكيم وأول ما واحد يجي يظبط لا هيتقلو كده حنمشيك ويمشي ويجي واحد لا ده أنا بقى إيه هقضيها كفاتريات مش محسوبة الحكام نفسهم بيقولوا كده فتيجي تبص تلاقي المشهد حتى التحكيمة بتعمدش الوداد وقراء الخبراء بتوعنا ما في واحد ما لهش مصلحة من الاتحاد الافريقي مصبوغة القراءة مش ياريت نبطة للسودات التحليل بصراحة يعني ياريت لأنه أصبحت بيتخدم على أبناء العاملين فقط أو الناس المتطلعين إلى مناصب يعني التحليل يعني أنت لما تضحك الكرة معلش يا أستاذ إبراهيم الكرة اللي اتمسكت بالإيد دي والتحليل بتاعها أنا لما أرى في حياتي قلبي للحقائق بهذا الأمر الراجل الصحف النجيري بتاع البي بي سي قالك كده لا أقول لك ده إحنا في نصف ملعبنا يعني شبهت حتى أن يبقى فيه احتمال قفصيد مش موجودة ده هما بيحللوها قالك إيه أستو بيرسي تاو مش بصص كده ما سمنا حللها ده بصص كده ما أنا عايزي حللها بقى آه وبعدين ندعم كلامنا آه بيهم آه بصص فيه ده في نصف ملعابه يعني بيرسي تاو مش هيقدر يعمل كده يعني طب الراجل نقطت في الهوى وحتعديه عايز فيمت يعني الراجل ده على ما ينزل الهوى مين حيلحق إليه فوق قبل التاني وبعدين هل بيرسي تاو هو هيجري عالكورة عشان يلحقها هيبقى معا مدافع تاني لأ هيبقى معا مين زميل تاني حسين الشحاء آه زميل تاني يعني هيخشوا اتنين انفراض بحارس مرمى تيجي تقول لي ما يضطردش ايه يا عم في ايه يا عم عشان تقول لي أستو كان بصص بجنبه ده أنا بقول لها تاريق والله لما انت بتقول لي أستو حييجي يقول لك أخصم بالله كان قصد تاريق ما سمعتها اتضح انه قال كده انا من كتر الزهور كابتن عصام عفتاح لا كابتن عصام أبوس ايدك أبوس ايدك يا كابتن عصام كفى ما فعلته بالتحكيم المصري اهنأ بكاريرك مع الاتحاد الفريق ولا اتحاد دولي يا رب بتبقى رئيس اللجنة العليا في اي اتحاد انت يعجبك سيب التحكيم المصري شوية لكن مرة بروتوكول ومرة احتواء ومرة أصله مدي ضهره مدي ضهره على بعض الخمسين يارضة مش هيلحق الف والراجل لسه في الهوى في ايه استاذ كابتن عصام يعني كفى كفى كانت النتيجة ايه بقى شوف تحكيمنا شكله ايه افريقيا ودوليا شوف ادارتنا شكلها ايه شوف حتى اللعب المحترفين ده حتة لجنة بتارع شؤون اللعب المحترف شايفانهم متمرمطين هنا متمرمطين حقوق محدش راض يدي حد حقه طيب الروي فتوريا اللي زعلان ومداي اختار 28 لعب شناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل محمد هاني وهشام صلاح وأحمد رمضان بكهم وياسر إبراهيم وعلي جبر ومحمد عبد منعم ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح ومراوان عطية ومهند لشين وحمد فاتحي وغنم محمد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومحمد هلال ومحمد رضا بوب ومحمد صلاح ومصطفى فاتحي وحسين الشحات وعمر مرموش واتريزي جي ومحمود كهرباء وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ده يمكن القايمة اللي 28 للمباراتين يعني مبارات غينية وفي الغالب هيريح جزء أو كل اللعيبة المحترفين في الخارج في مبارات جنوب السودان اللي حتبقى في القاهرة يوم 18 إن شاء الله لكنه هو التركيز على منتخب مبارات منتخب غينية لأنه المنتخبين فرصهم الأساسية في التأهل عن هذه المجموعة لكاس الأمم الأفريقية إن شاء الله أعتقد فيه عناصر استحقت إنها تروح المنتخب فيه لعيبة لفتها نظر لوحد يعني أنا أنا بصراحة بصراحة يعني أعجبني محمد هلال قوي وعجبني معاه كريم بامبو اللي أنا مش فاهم لين نسمي بص الله كريم بامبو مؤثر جدا 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 ولعيب له شخصية أسلوب لعب مختلف عن أي حد عجبني زيكو بتحرص الحدود بس حظوا بقى إنه واقع في حدتة الدنيا كلها مش بص عليها كويس إنما لعيب بيعرف إمتى رأسه عنده هالمهارة بيعرف إمتى يكسر له جوه ويشوت عجونه عنده المهارة ويهدف عنده إمتى يصنع لعبة وعنده المهارة وبي دائما ما يدافع ويبان لزميل يعني لما تتابع أداؤه لعب كواسي قوي عندك حمادة وعندك محمد حمدي تاع أمبي وهلال ما أنا قلت على هلال أول واحدة أول واحدة فأنت عندك وردى بوبو كلهم لعبة مميزين جدا عجبني كمان دخول أحمد ياسر ريان هو يعني شوف أحمد ياسر ريان لما تشوف حتى الأفريج بتاع عمليات التهديد بتاعته كل سنة هتجده قريبة جدا حول عشر أهداف تطلع واحد تطلع اثنين أو تنزلهم لكن هو ماشي في السكة دي فهو برضو محتاج فرصة مين تاني مصافة فاحتحي عامل عامل موسم كواسي قوي قوي بمهارة الجن اللي جابه الماتش الفاتفة بيسعى بيرامدز من هو يخلصه شرة من الناد السعودي بصراحة يستحق لا عامل موسم كويس فارق جدا جدا مع بيرامدز وجاب جن يعني هو لمح بس راجي خالس كده رح لففها في الدايقة تفكير وزكاء واتقان ومهارة يعني اللعيب اللي بيعرف يفكر أمام المرمة هو والماتش اللي يابليهم برضو هم كسبوا قدام في ووتش الرزون هم فانتشين واربعة ستة بونت هم هي دي اللعيبة التي تحدث وأحمد رمضان بيك أحمد رمضان بيك بلعيب ستيبل هم يعني بديك ستة سبعة ستة سبعة أحيانا ثمانية لعيب تأجد له رينج مش مزبزة بالأداء فالاستابيليتي دي بيحبها المدربين هم محمود حمادة ما هو قبل كده خد فرص ما فيش يعني بعد كده اللعيبة كلها يعني مهند لاشين وإحمد بفتوح كلها لعيبة ها غنام محمد مش عارف هو دخل قبل كده ولا لا اللعيب ده من زمان يلفت نظرك بس ما كنتش حاسس يعني كويس أول مرة ياخده لأنه الحقيقة هو بقاله مدة بيادي هذا الأداء يعني واخد بالك أنا برضو نفس الكلام اللي بقوله على بيكم أقوله على غنام استابيليتي يعني أداءه مش مزبزب ثابت ثابت يقوله مدوار بعد كده ده كلام مهم جدا طيب طيب بيعسة الأهلي وصلت صحف المغرب فيها اهتمام كبير يمكن صحيفة المنتخب المغربية بتقولك بنسبة كبيرة زهير المترجي هيغيب عن النهائي مش هتتكلم على موضوع لجنة الحكام حنجيلك لها لكنه جماهير الوداد بتشتكي من السوق السوداء في التذاكر وإقبال كبير على المباراة والسيد فوزي الأقجع بيزور بيعسة الوداد ويتبدو المغرب مستعدك بشكل خاص جدا لهذا النهائي الكبير عشان كده كان لازم أن نروح معاكم للدر البيضاء والزميل العزيز الصديق الصحف الدكتور منصف اليسجي عشان يحطينا في الصورة كاملة من أجواء الدر البيضاء مساء الخير يا دكتور منصف مساء النور عزيز إبراهيم السعيد بالمرور معك على قناة الأهلي وفقة الأستاذ عدلي القائعي وسعيدا أنه التقينا في الرباط والآن نلتقي مجددا من القائع فسعيد وكنا أتمنى أنكم تكونوا اليوم هو مصمم ما يشوفوكش إلا في الرباط عشان كده المطش في الدر البيضاء مرضيش ييجي يا عمر حبيك في طنجة أو الرباط أو أجديرة أو مراكش المغرب يرحبوا بكم في أي وقت الله استمتعنا بكرم الصحبة ويعني الأراء الموزونة لم تبخل علينا بشيء نشكرك الله يعطيك الصحة منصف قولي الأحوال اللي عندك مع وصول بعثة الآله أجواء هذه المباراة أنت شايفها إزاي أولا هي مباراة بطبيعة حال تحمل لقب بطول مباراة هامة جدا تجمع بين فريقين كبيرين وهو شرف لبلدي المغرب ومصر أن يكون في النهائي وهذا يعكس قوة الفريقين قوة البطولتين وأنه الشمال إفريقيا تحتكر هذه البطولة طيلة السنوات الأخيرة وبالتالي هي مباراة قمة وهي مشرفة لكل الدول العربية وأيضا لكرة القدم الإفريقية التي قبلت البلاء الحسن في كأس العالم الأخيرة بطبيعة حال المباراة الأهلي هنا تشكل الحادث دائما دائما الأهلي سوى حضوره أمام الرجاء المغربي أو اليداد المغربي دائما يشكل الحادث على اعتبار أنه فريق لا يمكن أنه جادل في أنه واحد من الفرق الكبرى في القارة الإفريقية بطبيعة حال لا أخفيك بأنه الأجواء التي أحاطت بمباراة الدهاب بالقاهرة ثم مات لتلك المباراة من سجار ومن نقاش لدى الإعلام المصري ربما خلق نقاشات جانبية هنا كنا نتمنى أن ينعكس الأمر فأن يظل الأمر محصورا في النقاش حول المباراة حول ترتيبات المباراة حول من سيلعب الخطة لكن أنت تعرفني صراحة جدا عزيز إبراهيم ربما المغربة أخذوا على خطر كثير جدا من بعض الهرافات التي وقعت في بعض وسائل الإعلام المصري والتي ربما أسأت تقدير أو تناول مباراة للذهاب وأيضا دخلت حتى في توقع ما سيجري في مباراة الإياب من توقع أنه حتى الحكم تسيمة سيخرج في التقاعد وبالتالي فهو سيمنح المباراة للويداد والحكم تسيمة أن يخرج التقاعد في عمره 42 و40 سنة أكثر من ذلك عندما نقول بأنه الحكم تسيمة سيتلعب في المباراة يعني بلغة أخرى أنه الويداد متلاعب وأنه المغرب متلاعب وهذا أمر ربما أسألنا جيدا صراحة أضر بنا وأحسسنا بنوع من الإحساس غريب أن يأتي الأمر من إخوة نعتبرهم مصريين دائما على رسنا دائما وأن تتذكر جيدا الحفاوة التي عشتها في طنجة والرباط وهذا ليس بمن هذا واجب علينا ومفروض علينا ليس فيه من كما عندما نحضر عندكم نشكركم على حس استقبال أخير للويداد في القاهرة جمهورا وفريقا هذا يعترف به وهو أمر عادي جدا لا أعتبر استقبال جيد هو حدث استقبال جيد أمر عادي جدا لا يمكن أن نعتبره حدث سواء في المغرب أو مصر هو مفروض عليكم ومفروض علينا لكن ربما الإعلام ربما كان انحرف قليلا دخلوا ربما في أشياء على فكرة موصف بس علشان أكدك الانحرفات الإعلامية هي بتحدث ضد النادي الأهلي نفسه يعني الأهلي دائم الشكوى مما يلحق به من هذه المعالجات الإعلامية الكثيرة وعلى فكرة بتسيل الأهلي لكن الخطاب الإعلامي الرسمي للنادي الأهلي لم يشكك على الإطلاق لم ينل أبدا من قيمة الوداد وحافظ على الود مع الأشقاء في المغرب لا وكمان عايز أقول لحضرتك حاجة يعني ده موضوع التراشق الإعلامي للأسف بدأ ياخد شكل فيه نوع من الخبز يعني بعض الناس اللي يعملوا مهتمين بالمبرمة هما ملهمش شأن بيها بيتعمدوا ويصربوا كلام يستفز كل الأطراف ويخلوا الردود هنا وهناك تنال من علاقة هم متوهمين أنها هشة يمكن النايل منها تعكير الأجواء ولكن في كرة القدم يحدث هذا وتبقى الإعلقات القوية والابتسامة الحلوة اللي أنت حضرتك كنت دائما بتقابلنا بيها واللي حنقابلك بيها أنت وأي أخ شقيق من المغرب وتبقى كرة القدم هي أحداث اللحظة أما العلاقات فهي الدائمة والبقية والتي بتعكس الحميمية والاحترام المتبادل هذا هو المفترض أستاذ عدلي وأنا استمتعت بمداخلتك مع مقدم أحد البرامج اسمه أعتقد أنه لم أخطئ علي سيد سيد علي وقلت بالحرف بأنه فعلا سيد علي معضير على الخطأ فقلت بالحرف بأنه فعلا الصحافة الرياضية سواء المحلية والأجنبية تعيش على إقاع انزلاقات كثيرة جدا وهناك أخطأ كثيرة جدا وقد برت فيك هذه الصراحة أنه اعتراب بأنه فعلا هناك إشكال على المستوى الإعلامي مثلا أعطيك كميثلا عزيزي عدلي بأنه على المستوى تحكيم تحكيم في المباراة أعتقد هناك ثلاث حالات للمغربة وثلاث حالات للمصريين واضحين وفيهم إشكالات في المغرب ربما تأثرنا كثيرا بالأجوار الأوروبية وأصبحنا نعتبر أنه عندما تكون أخطأ تحكيميا نعتبر جزء من اللعبة هو أعصي كلام في التحكيم يا دكتور هو كلام في العالم كله وأنا اللي عايز يعني أننا نلتفت إليه لا كلام في التحكيم له قيمة لأنه دائما كل طرف حيارة أن التحكيم هو خايف من التحكيم وأن التحكيم ضده ولو قعد في الطرف الثاني حيلاقي حاجات يقولها برضو فمش عايزين ده كلام نعتبره في مباراة كلام يعني نتوقع حدوثه الأهم الأهم أن نخرج على نفس الدرجة من الحب والإحترام والتواصل لأن الأهل والوداد والرجاء والكرة المغربية بشكل عام في مكانة أخرى جميلة كلنا بنستمتع بها بنستمتع بعلاختنا بها وحتى يكون موضوع معك وصراحة نحط لقيصر ما لقيصر أسجل للإعلام المصري قبل المباراة أنه كان حدته أقل بكثير مما كان في السنة الماضية هذا أمر يحسب هذا اللي كنت عايزة أسألك عليه قبل المباراة قبل المباراة يعني أنت لو قرنت الأجواء لو قرنت الأجواء في المغرب قبل اللقاء ده وفي اللقاء الآخر هل هناك اختلافات احكي لي بقى فيدي صحيح أعطيك أمرا أساسيا أعجبني عند بعض الإعلاميين استضافوا أبو جريشة وحكم كم اسم أعتقد عصام عبد الفتاح وكانوا سريحين عندما قالوا أدلوا برأيهم بخصوص ما يعتبر خطأ بخصوص عطية الله وإمساكه الكرة باليد وقالوا بأنه شرط منح ضربة منح بطاقة حمراء يتوجف أن يكون هناك شرط المسافة القريبة أنا أعجبني هذا التحليل أنه فيه موضوعية وفيه تجرد وحديث بشكل محايد المباراة تعرف دائما أخطأ تحكيم يضم تعرف عليه في العالم كامل إذا دخلنا في مسألة تحكيم لن ننتهي في المغرب نؤمن لا تحدث بإسم الإعلام ككل لكن إيمانه العميق بأنه عندما تنتهي المباراة فبالضرورة هناك خطأ ولا يجب أن نحولها إلا أن هناك خطب مؤامرة وخطب مظلومية هذا الأمر ربما يجعلنا نشعر كما لو أنه المغرب هو الذي يتصرف في كل شيء عندما نتحدث عن مباراة 90 دقيقة نتحدث عن فوز القجع كأنه مالك خيوط القارة الإفريقية ونقول لو كان القجع يملك جميع الخيوط لكنا فوزنا بكأس إفريقيا للأمم لكنا فوزنا بجميع الألقاب الأندية بل أكثر من ذلك وادم المفارقة عزيزي عدلي هو أنه تيسيم الذي يقال بأنه متوضع مع المغرب سبق أن كان وراء هزيمة نهضة بركان الرئيس الفريق السابق لفوز القجع أمام الزمالك في نهاية كأس كونفيدراليا بخطأ تحكيمي واضطر النفوز القجع ما زلت متأثرا من كلام التحكيم أنت تتحدث دعنا نقول أن التحكيم فلينظر كل إنسان إلى التحكيم كما ينبغي أنا أتحدث الأجواء 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 في الشارع المغربي الأجواء في المدردات الأجواء في الإعلام سيبك بقى من التحكيم لأن دي مسألة حتتكرر وحتتكرر وحتتكرر وكل حد حيعد يدور على الأخطاء التي كان من الممكن أن يستفيد منها بشكل آخر فما هيش دي دي مش بتخوفني أوي أنا عايز أقول هل الأجواء مزالت على نفس القدر من التربص والتوتر ولا الأمور مختلفة شوية ولا إيه أقول لك أمر عزيزي أنا كنت متضر أتحدث على هذا الأمر حتى نعطيه لقيصر ما لقيصر وتحدث بشكل موضوعي لأنه أنقل وجهة نظر الجانب المغربي هذا من ناحية من ناحية أخرى بخصوص الأجواء الأجواء هنا في المغرب يعني ترى بأنه مباراة قوية تذاكر نفذت فيه وقت قياسي جدا هم يرونها تكرارا لسيناريو السنة الماضية علما أنه الوداد مفروض عليه أن يسجل على الأقل هدف وأن يحافظ على الصفر هدف أن لا يدخل مرمى أي هدف الكل يعرف بأنه لن نبيع جلد الدب قبل صيده لن نتحدث أنه أصبحنا بطالة إفريقيا بل هناك فريق اسمه الأهلي سيحضر بحضوضه سيحضر أيضا بترسانة من نجومه ونحن هنا بالمغرب أعجمنا باللعب حسين شحة كان نجم المباراة الدهب أيضا مصطفى الشوبير هذه أسماء نعترف بها ونقدر بها لكن نقول بأن هنا بالمغرب الأجواء في أباحل الاستقبال الأهلي سيكون بين أحضان بلده الثاني سيعامل باحترام وأيضا الجمهور سيعامل باحترام وهذا كما قلت واجب علينا وليس منا من أحد بخصوص المباراة أعتقد بأنه الفرح الوداد كان مؤمنا بأنه الدهب لن يكون بهذا الشكل ربما وجد نفسه متورطا في هدف المتأخر في الشوط الأول كان يدرس أن تكون الشوط الأول صفر صفر أو نتيجة أخرى وقع ما وقع لكن أعتقد بأنه مدرب الوداد لديه تصور آخر ويمكن أن تقع تغييرات في تشكيلة الوداد لأنه بعض اللاعبين أبانوا عن ضعف في الأداء هناك لعبين غير مستعدين وعائدين من الإصابة وبالتالي ستكون تغييرات كبيرة وتعرفنا جيدا بأنه فقدنا لعب أجراء عملية جراحية في القاهرة إذن هي أجواء المباراة ستكون أجواء أخرى مباراة دقيب ستكون أجواء أخرى الوداد الأهلي سيدخل الدقيقة الأولى وهو حامل للقب كأس الفريقية لكن الوداد يعول على 90 دقيقة من أجل يحقق اللقب الثاني على التوالي لأنه لم يسبق لأي فريق مغربي أن فاز باللقب مرتين وهذا يبحث عن هذا السبق على الأقل محليا الأهلي سبق له أن نوقع على هذا السبق قال له المغاربة ينتظرون هذا الأمر يريدونه اللقب الفريقي تتويجا لما حققه المنتخب مغربي في قطر يريدونه تتويجا للمجهودات التي وقعت في كرة القدم المغربية ما كفاية عليكم قطر يا منصف منصف مش كفاية قطر إن فاز الأهلي سنقول له إن فاز الأهلي سنقول له مبروك وسنهنئه إن فاز الوداد سنقوله هارد لك للأهلي ويبقى الأهلي قويا حتى في خسارته ويبقى الوداد أيضا قويا حتى في هذه الخسارة ويبقى الوداد ما بقي الوداد يا منصف الكلمة الجميلة عندك دائما اللازمة الرائعة شوف وإحنا بنتكلمك دلوقتي عرضين استقبال بعثة الأهلي في الدارة البيضة بالورود الحقيقة حجد كبير إدارة نادي الوداد مع الجامعة الملكية المغربية ممثليها استقبال الكابت المحمود الخطيب والبعثة ببقاة الورود الحقيقة وأنا دائما بقول لك يا منصف إحنا لنا في الوداد أكتر منكم يعني أم كلثوم خلت لنا في الوداد أكتر منكم أنت فاكر عزيز إبراهيم ماذا قلت لك عندما حضرت إلى طنجة لما سألتني الأهلي ماذا قلت لك عنده تأدير كبير جدا للأهلي ويجب أن يستمر هذا الأمر هي المباراة سوف تنتهي بعد وقتها وزيما أنت قلت كده الفائز نبارك له والخاسر لم يخسر لقد نال شرف المنافسة للأمطار الأخيرة وأي حد يقول غير كده ملوش في اللعبة دي اتفضل يا منصف ماذا قلت على أهلك اتفضل قلت لك كلمة وأوردتها في فيديو خاص بك لما تحدثت لي عن الاستقبال الذي أحيط به الأهلي في طنجة قلت لك كلمة واحدة قلت لك يا دا الأهلي عام دا الأهلي عام دا الأهلي عام يا عادي يعني المباراة هي شرف للوداد والأهلي فريقان كبيران على مستوى القارة الإفريقية صحيح الأهلي له سبط عدد ألقاب عشرة ألقاب ما شاء الله الوداد يتلمس أيضا ألقابه وسط القارة الإفريقية القاب الأهلي عشرة ولا أحداشر يا منصف حاليا عشرة أه حتى الآن عايز أقول لك أنه يذكر للأهلي وللوداد الحقيقة منذ 82-83 ما فيش فريقين لعبه فاينال متكرر يعني الأهلي عملها مع كوتوكو 82-83 وبتحصل دلوقتي بين الأهلي والوداد الحقيقة يا سلام يا سلام المهم هو أن أقول وأكرر المباراة ستكون تشريفة للكرة العربية واللكرة المغربية والمصرية وأيضا تشريف للكرة الإفريقية ستتابع هذه المباراة 80 قناة في مختلف دول العالم وبالتالي نقدم صورة طيبة سواء على مستوى السلوك على مستوى الأداء على مستوى كل شيء هذا هو الأهم بالنسبة إليه الجو كويس عندكم؟ نعم درجة الحرارة كويسة مش كده؟ لا لا ممتازة واليوم كانت خطرات من الشتاء التي جعلت الجو يعني رطبه جميل جداً ما كانش حرارة يعني أجواء المباراة جيداً جيدة حتى ملعب محمد الخاميس حتى أقول حظكم سيء لأنه تم فتح المنطقة السادسة التي كانت مغلقة وبالتالي سيكون الملعب كله ممتري على الآخر كان هناك شكوك بخص منطقة السادسة كانت مغلقة لعدة دورات لكن تم فتحها وبالتالي ستتابع أولاً عزيزي التيفو الرائع لفريق الويداد وهو دائماً يبدع فيه هذا الأمر ستتابع تشجيع في احترام للضيوف لضيوف المغرب والأهم أن تكون مباراة بقدري من المستوى العالي الذي يليقه بالفريقين وكنت أتمنى أن تكون حاضراً على الأقل لتنقل الأجواء بطريقتك الخاصة المعهودة أنت والزميل العدلي منصف إحنا هيكفينا أن المدرجات كلها تبقى باللون الأحمر وده اللي بيسعد الأهل دايما نشكرك جداً جداً ونتمنى أن تكون المباراة على قدر وقيمة الناديين الكبيرين وبالأجواء التي نتمناها جميعاً ويعني لا نخشى شيء من وجود جماهير متحمسة ولكن واعية تتمتع بالروح الرياضية والفهم الرياضي كل الأمنيات الطيبة لك ولأشقائنا في المغرب بإذن الله كلمة أخيرة عزيزي وأنه يجب أن نقنع أنفسنا إعلاماً وشعباً وجمهوراً بأن مباراة 90 دقيقة لا يمكن أن تفسد الودة بين بلدين بينهما علاقات تمتدوا لعقود هذا هو الأهم مباراة 90 دقيقة ستمر وسيظل الودة والودة كما قال دائماً عزيز إبراهيم شكراً جزيلاً للصديق العزيز والإعلام المغرب المتميز الدكتور منصف اليسجي كان معنا من الدار البيضاء حدثنا عن كل أجواء هذه المباراة وأعتقد فيها الكثير من الود والعلاقة الطيبة وهي دي الرياضة يا جماعة وهو ده بالمناسبة دور النادي الأهلي اللي الأهلي دايماً بيحرص عليه من مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية في طنجة والانتقال للرباط أعتقد الأجواء الطيبة لسادة هذه المشاركة ظلالها مازالت موجودة هم مشاعرين أننا بنحترم المغرب والكرة المغربية وده أعرب عنه الكابتن الخطيب حتى مع تهنئته للأندية المغربية والمنتخب المغربي في أكثر من المناسبة وتلقى الإشهادة هو وساعة الجد لما تعرض لوعكة الأستاذ فوزي لقع لم يتركه صحيح دعنا لا نسمح لكرة القدم أن تفسد إطلاقاً أي علاقات بين الناس العقلة الكبيرة إليزا بحضة هي دي الرياضة وهو ده دور النادي الأهلي وهي دي كمان القوة النعمة شايفين العلاقة في أعلى درجات التنافس نحن نتكلم على نهاء دور أرطال أفريقيا نتكلم على تذكرة المشاركة في كاس العالم للأندية في السعودية نتكلم على جائزة مالية كبيرة نتكلم على مجد كبير لكن كل هذه الحوافز والمحافزات لم تنل أبداً من هذا التقدير وهذه العلاقة الطيبة اللي بيسودها كل هذا الود بين الأهل والوداد نطلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل تانية موسيقى 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 طبعاً شايفين حضراتكم الأجواء الرائعة جداً في استقبال البعثة والسيد السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب على رأس المستقبلين كمان إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإدارة نادي الوداد والجماهير الحقيقة الأجواء الطيبة جداً باشموندس تخلي الدنيا أهدى شوية ما فيهاش هذا التواتف شوف أنت تقدر تحيط نفسك بالجوء اللي أنت عايزه تصنع مناخك ليه؟ أنك تكبر فوق الأحداث وتحط الهدف بتاعك هو رقم واحد بالظبط ولا ترى أي صعوبة وتحوط تتغلب عليها ولو كنت تقدر تقلب الصعوبة الميزة بالنسبة لك يبقى أحسن اعمل كده يعني لو تقدر بطريقة ما أن تشعر لعبة أن الصوت اللي في المدرجات ده تباحهم مش ضدهم اعمل كده اعمل كده يعني عايز أقول إيه هي أيه المشكلة ده جامة هي الوعية ماشي هتنزلك الملعب وتعمل حاجة صحيح شوية هتافات شوية كلام هيبقى ده شغل الكورة ده شغل الكورة يعني مقدور عليه لكن يعني بإذن الله ما تحدث حاجات تقدر الأجواء وتزال الأمور في نطاقها الطبيعي اللي بيحصل في الملعب النطجة يعني ده كلام مهم جداً وشوفنا هزي الأجواء عشان كده هناك الكلام الأهم بيه بعض متلسانه هي ومن قبلها التوفيق هي ما وصفها الكاتب الصحفي حمد الرزق في مقالة مهمة له في توقيتها روح الفانيلا الحمراء يرى حمد الرزق قد إيه قال لك العنوان الأعلى ليس حكياً وهمياً بل حقيقة إذا تجستت على ملعب مركب محمد الخامس الأحد المقبل ستكون كلمة سر الفوز فقط تفائلوا بالفوز تحصدوه وبيقول مباراة الإياب يقيناً صعبة على الفريقين والفوز ليس مستحيلاً والمايكل جوردن لعب السلة الأمريكي مقولة بيقول ألعب دائماً من أجل الفوز حتماً ولا بد أن يلعب الأهلي للفوز وبقول الثقة الكبيرة في الأهلي بعيداً عن خطة المباراة وفنيتها وإسلوب اللعبة الذي سيقرره كولر كلمة السر روح الفانيلا الحمراء إذا صرت في نفوس اللاعبين ستغير اتجاه الرياح وتقلب التوقعات سر فريق الأهلي في التحدي ويقبل التحدي ويصر عليه حتى الدقيقة ما بعد التسعين ده خلاصة الكلمة اللي الأهلي محتاجها في مباراة الأحد إنه تكون معاها جماعة روح الفانيلا الحمر والتوفيق قبلها من عند الله سبحانه وتعالى روح الفانيلا مهمة جداً في مباراة مفصلية طبعاً ما احنا قلنا بقى أن روح الفانيلا ودي دي ثقافات وشخصية وشخصية ويجب أنك تتمسك بها عشان كده أنا دائماً حريص أن أقول لك خلينا بفريق الكورة وإدارته وأجواءه بعيداً عن التعامل الإعلامي وينسيب التعامل الإعلامي في اتجاه آخر لوحده تمام أجواء المباراة جماعة في حد المطالبة بأفريقيا حديث السوشيال ميديا طفل طفل أهلاوي صغير نشوفه الطلب بتاعه أحاثن وعشان وخος السلام أهلا صديق وليلا وقشان دي لان اتجاه وليرا ونالسل العيوح من الال سون ساaz يعني الحقيقة أجواء شفت الأطفال ما هو يعني كل الأسر دلوقتي بعدما كان بنفسهم مولادهم يطلعوا لعبة كرة مش بس كده دلوقتي عايزين بيطلعوا مشجعين متحمسين في الملاحب انت هتشوف بعض الأطفال برضو الصور لأنه بقت بص دي طفلة رسالة الكهرباء بتقوله أنا انجحت في الامتحانات وعايز الهدية التي شيرت يا كهرباء طبعا هي حتقوله ولا بابا اللي بيقوله بابا اللي كاتب لها بس بص طفلة بس شوف الشغل نفسه ان يصورها ويعمل تابلوه شكله ايه والله الناس دي جميلة جدا والناس دي مركزة في حبها لنادي الأهلي بشكل رائع ضياء ضياء الزهري من فلسطين من غزة جاي وبنته طفلته اللي جاي النادي الأهلي مصممة عايزة تخش جاية من غزة مخصوص عشان تخش الأهلي بالفن الله الحمر بص لقى ده شاب ده شاب في المطش اللي فات عنده امتحانات بيذاكر بيذاكر في المدرج الله أكبر فزميلنا هيسم دي لقطة رائعة دي والله طبعا هيسم علي زميلنا في الأخبار جايبها بص اللقطة مش عايزي أسهر مع نفسه ولا مع النادي الأهلي بالضبط بيذاكر في المدرج على حواليه كل الناس المراجعة النهائية في المدرج بصت ليه مركز تركيزه وفاصل شدد الفيشة ده مليش دعوة بس شوف حرصه لازم ندعيله ربنا شوف حرصه ها طبعا يعني مش حاسس باللي جنب منه يعني تركيزه كله في المراجعة النهائية اللي قدامه شوف يا جماعة الشغف بالكورة بيعمل ايه شوفوا تعلق الشباب في أصعب لحظات حصاد السنة الامتحانات وده شاب يبدو حتى ممكن يكون في الجامعة أو في السنوي انما حريص انه يكون يعني يلاجع درسه في المدرج يعني ربنا وفق جميع يا رب طيب على ذكر برضو هذا الاهتمام الكبير لان المباراة عربية عربية والمنافسات العربية العربية دايما كانت من قبل كده بيبقى فيها شيء من الحساسية هنشوف في تقرير تلاتة من الأشقاء العرب يمكن من الجزائر أحمد بن خريفية رجل جزائري جيل قاهرة مخصوصة عشان يحضر المباراة واستقبله كابتن الخطيب واداله درع النادي ورحب به في النادي تكلمك والحياء حرص انه يروح النادي وقابل كابتن الخطيب ده لما كابتن قابله واداله درع النادي ورحب به في النادي تكلمني من مطر قالني انا بتحرك اهو حعرف اخش المطش حضر احمد المباراة التقى النهاردة مع الاصدقاء الفلسطينيين ضياء الزوهري نائب رئيس ربطة محب الاهل في فلسطين والكابتن انور الغيلاني رئيس ملتقى مدربي قطاع غزة ده رجل مدرب كرة كبيرة التلاتة مع بعض كان ليهم هذا التقرير عن الاهل والوداد أولا تحية طيبة لجمهور النادي الأهلي من الجزائر إلى مصر شعبية النادي الأهلي في الوطن العربي بشكل كبير هو الرقم واحد أكيد هذا بصفة عامة شعبيته في الجزائر أعتقد بأن معظم الجزائريين يعشقون النادي الأهلي لعلاقة هذا الفريق ولتاريخ هذا الفريق وللقب هذا الفريق ولدنا صغارا فوجدنا النادي الأهلي هو البطل ولدنا كبرنا قليلا فوجدنا الأهلي مسيطرا نمونا وأصبحنا شبان فوجدنا الأهلي محلقا عاليا شعبية النادي الأهلي في الجزائر شعبية كبيرة كل الجزائريين يعشقون النادي الأهلي كرة القدم لا تعترف بصاحب الأرض ولا بصاحب الجمهور كرة القدم تعترف بالأفضل والأحسن أعتقد بأن النادي الأهلي بإمكانه أن يفوز شفنا لقاء الذهاب الأهلي كان مسيطراً على كافة أطوار المقابلة خطأ صغير جداً كلف النادي الأهلي ولكن من المحنة تلد المنحة النادي الأهلي بحول الله في الرباط سيكون المحاربون النادي الأهلي قرنطة وحرارة وسيكونون في أحسن أحوالهم مدرب كلر مدرب عالمي أكيد لمسته ستكون واضحة في مباراة العودة الآن الضقط لن يكون على الأهلي بقدر ما سيكون على الوداد أعتقد بأن الأهلي سيعود باللقب من الرباط إن شاء الله أنا أتوقع للنتيجة حتى يكون منطقي مع الناس من نتكلمش بالعاطفة أقول واحد واحد بين الأهلي والويداد بداية أسمحي لي أن أقدم التحية لقناة النادي الأهلي من قلب النادي الأهلي طبعاً النادي الأهلي يعني من تذكر النادي الأهلي تحديداً أننا في فلسطين له مكانة خاصة وإله حب ابطعم خاص أولاً لعدة ارتباطات يعني الارتباط الأول يعني جيش حب النادي الأهلي من فراغ يعني الناس كده لأنه حمل بداية الرسالة في عام 43 كان هناك لعب لفريق النادي الأهلي في فلسطين وإحنا طبعاً ما عشرناش هذا الجيل لكن إحنا قرأنا وسمعنا أنه عنا هذه الزيارة في هذا الوقت كان مختار التش طبعاً هو في نادي الأهلي وزهب وأصر على أن يلعب في فلسطين ولعب في عام 1943 في فلسطين وكان له بعض يعني نعكاسات على النادي عندما رجع إلى القاهرة طلب منه أن يعتذر أو لا يلعب في هذا الفريق وكان رد مختار التش أن العمل الوطني لا يقبل الاعتذار كفاءة فخراً أن نلعب في فلسطين فهذه رسالة حب ورسالة محبة من الشعب المصري ومن النادي الأهلي اتجاه فلسطين وهذه كانت من ضمن الله ثانياً أنت عندما تتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي قديماً حديثاً أجيال مكررة تحمل الأخلاق وتحمل الصورة الجيدة لانعكاس للشعب المصري ولصاحب هذا النادي طبعاً أدت عوامل كثيرة أنه استقرار العملية الإدارية وسلاسة الإدارات والاستقرار الإداري إلى عدة أمول أدت إلى وجود نجاحات في النادي الأهلي النادي الأهلي لا يحامل فيه مجملات من اللي بتعب بيصل وكان فيه هناك التزام حديدي من قبل اللاعبين ومن قبل المدربين يعني هذه البطولات اللي انت شايفها ما جاي من الفراغ نتيجة التعب وجهد وعمل متكامل منظومة متكاملة أدت إلى وصوله إلى هذه المرحلة طبعاً النادي الأهلي اسمحي لي وأنا نائب رئيس رابطة المحبي وعشاق النادي الأهلي من المصري في فلسطين يعني لا أبالغ لما أحكي أنا مدى شعبية النادي الأهلي لا بالعكس نحن نعمل تجمعات بإسم الرابطة تجمعات كبيرة جداً طليق في النادي الأهلي وهذه مردود هواقع يعني فيه صورة بتخرج عندك على القناة وبتخرج إلى الناس على حقيقية مش فرد بيحكي لك احنا نمثل لا صور حقيقية تمثل مدى الفرحة ونجحنا في إقامة تجمع لا مهيب في استاذ فلسطين الدولي اللي مشاهد مباراة وكان بيننا إخواننا وحبيبنا المهندسين والعمال المصريين اللي بيشتغلوا في إعمار غزة حضروها معانا وأنا حتى اتفجأت أنه كانت تسعين في المئة من أو كله اللي موجودين في الإعمار برضو أهلوية وشاهدنا مباراة في النتيجة كانت بصالح النادي الأهلي في إفريقيا فهنا شعبية النادي الأهلي في فلسطين يعني شعبية من أكبر النوادي بديش حكي لك أكثر من النوادي المحلية اللي لدينا بنشجحها طبعاً إضافة إلى وجود الروابط تجمعات في قطر تجمعات في السعودية في الجزائر يعني نادي له شعبية كالأندية الدولية نادي يتمتف شعبية جارفة ونتمنى له التوفيق يعني بصراحة إحنا المباراة اللي فاتت المباراة في القاهرة أنا بالنسبة لي كجمهور تحمل عدة مدلولات المدلول الأول أنا يعني وجدنا بعد غياب الشناوي في المباراة وكان شبير مصطفى شبير أنه كان الحارس البديل في مباراة حساسة جداً وفي وقت توقيت يعني كان بالنسبة له صعب ولكن أثبت إحنا نجحنا أنه وجد حارس مرمى بديلاً إحنا ما احترام الشديد للشناوي أنه لا يجب أن يكون جاهز وفي جهوزية ما كانش لأجل الصدفة لا كان أخذ مبارايتين في الدوري مبارايتين كان متميز جداً إضافة أن المباراة كان يعني متميز ومتعلق خذر الدينة طمأنينة المباراة كانت يعني الروح والعزيمة والجمهور الرائع اللي كان أدت هذا صحيح إجا هدف صعب أنا ما بدي أحكي على التحكيم وما بدي أحكي على المجملات التحكيمية وخصوصاً أنه راح إحنا إلنا بطولة من نتيجة التحكيم مع نفس الفريق الوداد لا أنا بدي أحكي أنه إن شاء الله الأهل يكون قد الموعد الأهل لعب في المغرب لعب في القاهرة لعب في أي مكان الأهل يحمل فريق عنده الرجولة والانتماء الصادق وإن شاء الله تكون البطولة المفضلة إلنا في خزائي النادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أولاً من قدم تحياتنا للشعب المصري والنادي الأهلي والإدارة النادي الأهلي مجلس الإدارة بالنسبة لشعبية النادي الأهلي الشعبية كبيرة عندنا وموجودة في غزة دائماً ما بيصير عندنا تجمعات في المباراة المهمة في الكافهات أو في أي مكان مطاعم بيكون تجمعات لرابطة مشجعين النادي الأهلي بتجمعوا كل مشجعين النادي الأهلي في مكان واحد بيقوموا عملية التشجيع وحتى بعد المباراة بتصير عملية الأفراح لو إن شاء الله في هذه الأهل ودائماً ما يفرحنا بتصير عملية الأفراح في الشوارع والسيارات وبيطلعوا بالإعلام المصرية والإعلام النادي الأهلي بجوبه جوانب مدينة غزة وطبعا معروف شعبية النادي الأهلي في مدينة غزة شعبية كبيرة جدا موجودة والكل متكاثف حوالي النادي الأهلي والنادي الأهلي دائما مصدر السعادة والفرح لنا وإحنا تربينا من حد ما كنا أطفال تربينا على حب النادي الأهلي وكل فلسطين وبنولده على حب النادي الأهلي لأنه دائما هو مفرحنا وممتعنا بالله أنا بصفة رئيس ملتقى مدربين فلسطين أو المحافظات الجنوبية يعني هو المتش ده ما يقبلش الاسم على تنين أنا من ناحية فريق الأهدى والعصاب وأهدى هو اللي حيقدر يفوز إن شاء الله وتوقعاتي أنا بطم من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله حنفوز واحد سفر في الدار البيضاء ونرجع بالأميرة رقم 11 لخزينة النادي الأهلي وهذا نتمنى وطبعا أنا متفائل دائما لكابت المحمود الخطيب أينما ذهب على رأس أي وفد لازم يرجع بالكاس تحياتنا ونتمنى الشفاء للكابت المحمود القطيب والنادي الأهلي يرجع إن شاء الله منصورين ونفرح معاه في النادي الأهلي وإحنا حنكون موجودين في البطولة إن شاء الله أهم حاجة بقى في اللقطة اللي فاتت دي كيف جمع النادي الأهلي الأشقاء العرب مع بعض في حب النادي الأهلي واحترام النادي الأهلي لما تشوف الكلمات اللي صدرت مع الأخ الجزائري أحمد بن خليفية أحمد بن خليفية أحمد بن خليفية بص من الأربعينات اللي بسببه النادي الأهلي توقف واللي بسببه إن الأهلي يلعب بدون فرقته وهو معاقب وفجأة بعد ستة وشهر يعملونه ماتش عشان يطلعوا يقولوا لك إحنا غلبناكم ستة صفر ولا يقبه النادي الأهلي وإن التيتش يرفض الاعتذار كيف أعتذر عن عمل وطني أنا ذهابي إلى غزة موقف لا ينساه الغزوية لا ينساه العرب موقف عيشة موقف عيشة لما نيجي نقول نادي الوطني أو نادي وهو صاحب الشعبيات إحنا لا نتشدق يا جماعة ده تحرك الفريق من المطار لفندق الإقامة هو مش تشدقاً ولكنها مش إدعاء هذا تاريخ يجب أن يذكر بالطريقة الصحيحة فإحنا لما بنيجي نصوب لا قصدنا بنقول لحد حاجة ولا بنيجيس حاجة إحنا نذكر حقائق تاريخية لإعلامها الجميع فاللقطة دي من أهم اللقطات اللي جات قبل كده الجزائري والغزاوي حتى الأستاذ أنور غيلاني اللي هو المدربين الكبار في غزة ودول جم عملوا معايشة مع النادي الأهلي هو يقولك كيف هنظرون إلى النادي الأهلي الإصد يعني يقولك الله هو إحنا أهل أكثر من كل أه قولك المنشطة عندنا المقاهي بتتحول الإستاذ يعني وقالك أن حتى العمالة اللي بتجيلهم النسبة بتبقى تسعين في المية أي يا سيدي إحنا ونحن نتحدث في هذا الأمر نتحدث إليه من المنظور التجاري والثقافي مش من المنظور أن إحنا يعني بنتباهى مش تباهيا ولكن إحنا بنستفيد من ده في أن إحنا نترجمه إلى تأكيد الدور ده قدرة وقوة اقتصادية وعشان كده أنا بقول إيه لجماهيرنا والله العظيم الناس جمهورنا نازم يتوقف في الدم جمهور لما تدعم الرعي بتاعي أنت بتحط فلوس بشكل مباشر في جيب النادي الأهلي بالضبط فكل الجمهور في النادي الأهلي مطالبة أن تدعم تماما رعاة النادي الأهلي بالإقبال على منتجاته عشان يستمر معنا ويدخوا مزيد من الأموال وعشان يبقى فيه تنفسية يبقى الناس عارفة لما بترتبط بالأهلي ممكن تستفيد إزاي أتمنى أن ده يتحقق ويبقى مسألة تترجم على أرض الواقع بشكل ولو أن فيه كتير بيعملوها عايزة تبقى واضحة جدا ده كان لقاء مهمة على فكرة حتى أحمد بن خريفية الرجل الجزائري الشاب الجميل ده النهاردة لقيته بيكلمني بيقولي كيف الروح للفيوم سياحة بقى لا يا ريت سياحة عايزة في الفيوم قال لي عايزة روحة أسلم على والدة محمد عبوهاد يا الله يا الله قصة الوفاء والجدعانة يا الله دول عايشين معنا التفاصيل يا أستاذ إبراهيم دي مش ناس بتشجع أهلي دي ناس بتعيش الأهلي زينا وكتر ده كان تارير مهم جدا مع الأشقاء ضياء الزهري وأنور الغلاني وأحمد بن خريفية عايزة أقول لكم في إطار برضو الاهتمام بالمباراة في الشروع كتب الأستاذ حسن المستكاوي نقيدنا الرياضي الكبير مباراة لقب أفريقيا مستمرة وقال إن يوم الأحد في المغرب يكفي الأهل الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة ليتوك بلقبه الحادي عشر الحكم في تقييم الحكام أخطأ في قرارات حاسمة كان يمكن أن تغير من نتيجة المباراة وهو بشكل عام وكما ظهر في اللقاء كان مستواه أقل بكثير من إدارة مباراة في نهاية القارة فمستوى الحكم يرتبط أيضا بشخصياته القوية وعدم السمح للعبين بالاعتراض بتلك الصورة التي شاهدناها ولأول مرة أرى مارسي الكولر غاضبا بصورة معلنة وواضحة من الحكم حين قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة حكم المباراة أصر بشكل كبير على النتيجة ولم يكن موفقا في بعض القرارات الأهلي كان يستحق رقلة جزاء لصالح حسين الشحات ولكن الحكم لم يحتسبه وكذلك كان يجب طرد لعب من الوداة تعمد لعب القرى بيده في الشوط الثاني من المباراة بيقول حسن المستكاوي نقد الحكم خرج من جانب الفريقين لكن الأهلي بدوره فرط في فرصة تحقيق فوز كبير حين ظن الفريق أن 2-0 انتصارا كافيا لمباراة العودة وحين تحول الاكتفاء إلى ظن أسوأ بأن الفرصة مواتية لكل لعب كي يسجل الهدف الثالث فذهب اللاعبون إلى المقدمة وتوقف بعضهم عن الدفاع وفقد بعضهم تركيزهم وهو ما أعطى المساحة للاعب الوداد لدخول ملعب الأهلي والاقتراب من منطقة الجزاء وتهديد المرمى والتسجيل بيختم الأستاذ حسن المستكاوي كما قال كولر بعد المباراة الأهلي لم يخسر لكنه فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف ويمكن تسجيل هدف في المغرب ده كلام كولر حرفا وهذا وارد بالطبع فسوف تكون هناك مساحات في دفاعات الوداد لكن في المقابل سيمثل الهجوم المغربي تهديدا لدفاع الأهلي والمرمى ولابد من التنظيم الشديد والصارم دون أي خلل فتلك مباراة نهائية لبطولة كبيرة والنهائيات والبطولات الكبرى لا تحتمل رفاهية عدم التركيز الأهلي يلعب في النهائي للمرة 16 في تاريخه وهو ما يعني قوة الفريق على المستوى الأفريقي وفي جميع الأحوال المباراة لم تنتهي بعد والسباق على لقب الموسم ما زال مستمرا حتى نهاية لقاء الفريقين يوم 11 يونيا لعله يكون يوما سعيدا على الأهلي بإحراز اللقب رقم 11 في تاريخه مع البطولة أنا سمعت الحديث ده بنفسي من كولر ومن كولر طبعا أنا نتحدث على الموضوع ككل يعني يعني بس خايل الناس بتتكلم على واحدة من أفضل مباراة النادي اللي قال لي من أفضل مباراة البطولة ونهايات بشكل عام تصنف إنها واحدة من الأفضل إن كانتشي الأفضل وكل ده عشان اللي لم يحقق النتيجة الكاسحة الحاسمة اللي كانت خلصت هنا في مصر وأنا النغمة دي برضو يا جماعة عزين الثقافة دي تتغير شوية فكرة إنها لازم أخلص على ملعبي هو نفس الوداد معرفش يتخلص مع صندوز في ملعب وخلص بره يعني عايز أقول لازم أنا تبتدي ثقافة تكون كده أنا الأهم عندي إن أنا أخلص بره وأنا بس ما 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 أخسرش في ملعب يعني بالظبط ولقد قدرت أفضل نتيجة ذهاب وإيانا ومش معنى كده إن أنا أطراخة يعني لأ إضغطنا إذا قدرت تحسب إحسب يعني أنا ما ينفعش إن بقت ظاهرة متكررة إن آخر خمس دقايق والوقت بقى البدن من ضائع تركيزك يقل التركيز في كل المطشات بيقل وهنا دور تنشيط التغييرات ودور إن الجهاز الفني يبتدي بقى صفارة الإنذار يبتدي يبقى له وسيلة للتفاهم تصحصح الناس في الملعب تكير وخصوصا ما يبقى فيه مؤشرات إن فيه خطر أيوة زي ما الأستاذ حاسم بقولك بدأ يروحه مرة واثنين ولابد إن إحنا نخرج من كل المباراة بدروس بدروس ما تتكررش أيوة المهم الخطأ لا يتكرر أيوة وبإذن الله لا يتكرر بالنسبة للكولر بقى إحنا سمعناه وحللناه المرة اللي فاتت لكن خلينا ناخد من الثقافة بقى بما إننا مؤمنين بأهمية المباراة الخارجية تعال نتعامل مع هذه المباراة بهذه الأهمية ونكرر أمر تكرر كثيرا إنك تستطيع أن تفوز وأنت خارج ملعبك الجمهور رفع شعار ويكان ويكان نستطيع ويكان بس ونقدر ويبقى بصيخة كده وأهم حاجة دايما أنا نقول إيه لابد أن تأخذ بالأسباب وتأخذ الإحترام أيوة يعني أنت لو طالع كل الناس بتحترم أدائك هذا مكسب طبعا النتيجة بإذن الله تكون لنا تنحاز لهذا النوع من التفوق أو الإيجادة إنما مش عايزين تركيزنا يشحب في أي لحظة إن شاء الله تعالى طيب الرؤية المغربية بقى للمباراة الإعلام المغربي عزيز القبلاوي يتحدث في أون تايم سبورتز عن هذه المباراة عادة الصحافة تتحدث عن الفريق المنافس أنا بنتكلم طبعا عن نادي الأهلي وبنتكلم على الصحافة المغربية هل الصحافة المغربية تحدثت عن عناصر بعينها في فريق النادي الأهلي أو خط من خطوط النادي الأهلي سواء فيما يتعلق بالوسط أو الهجوم أو الدفاع صف هو الكل عارف قوة فريقا فريق قوي فريق وتجربة كبيرة فريق يعني يعرف يوصل بدون مجهود كبير ولكن الحديث كل حديث عن ثنائي يعني تقدم هذا متميز وش في المباراة فقط مجمع من المباراة الحديث عن حسين الشحات وعن بيرسي طاو هذا ثنائي لشكل خطورة وهو ثنائي اللي جمله هدفي شحات كورا كانت ميتة قدر يصلع منها هدف البرسا وهذا الثاني كذلك صنع الشحات لكهربا هذا هو الثنائي اللي الكل يتحدث عنه وتحدث عن قوت وكذلك ما نستطيع عطيه في وسط الميدان يعني دفع طوية لخط وسط الأهلي وإن كان الحديث عن تخوف عند المغاربة هو من حكم المباراة من تلسيمة لأنه عنده صوابخ مع الوداد ومع الفرق المغربية الوداد مع تلسيمة ده عكس عندنا خالص يا أستاذ عزيز يعني عندنا أيضا متخوفين يبقى أحلى الاتنين متخوفين طب ما كنا نغيرهم خلاص أنا والله العظيم ما معرفش سبب نزول لهذا الحكمة المباراة النيائية هو أشوف عشان كده أنا مش عايز أستغرق في دوامة الحكم ودوامة مش عارف إيه ودوامة إيه لأنه كل الطرف هيحاول يأخذ الأمور إلى رؤيته رؤيته وجانبه وإذا فضلنا نتكلم في القصة دي يبقى إحنا كده بنأثر على قدرتنا وثقاتنا فيه إن إحنا نتجاوز أي صعوبات في الملعب الحكم ضد دي حاول أجيب من الفرص اللي مليهاش مليهاش دعوة إن الحكم يلغيها ويتحجج بيها إذن فبإذن الله ربنا يوفى الأهلي ونعمل علينا تاني وتالت ورابع علينا نأخذ بالأسباب جزء كبير من الأخذ بالأسباب التأهيل والإعداد النفسي وده كلام مهم جدا للكابتن فروج عفر وفقا لأوجد ناظرك الأهلي هيلعب بنفس التشكيل ولا يغيروا أدي واحد اتنين الطريقة اللي يلعب بها كولر هدي المباراة وتوقعك لأداء الوداد من البداية يعني الوداد حيبقى الضغط الجماهيري عليها حيخليه يهاجم النادي الأهلي ده طبيعي إنهم يهاجموا النادي الأهلي من البداية من البداية هيفتح قطوط يعني طبعا وأنا أوجد ناظر حيلعب بنفس التشكيل من الأهلي بنفس التشكيل عارفين اللعيب المنافس طبعا هم حسوا إنهم مثلا جي فيهم هدف الآخر فعايزين يعوضوا وبالعب على البطولة والبطولة دي رقم 11 هتنقلهم حتة تانية خالص اللعيب هتركز عارف أكتر حاجة في الكورة إما أنت تلعب المنافس وانت خايف منه لكن أنا ما أعمل إعداد نفسي بشكل كويس وهو الإعداد النفسي يخليك أنت شايف الفرقة دي لازم تحسس أن أنت رايح تقاتل مع الفرقة دي هتلعب كورة كويسة هدفع بشكل كويس أنا عايز أخذ بطولة عندك عامل كتير أو وأنا كذبان المباراة الأولى دايماً الناس ما تقولش يعني لو شفنا الناس في كاس العالم في البداية المكسيك ما كانتش مرشاحة خالص خالص ولا المغرب كانت مرشاحة هي بتبقى الرابع على العالم لكن اللعيبة والدوافع النفسية والمعنوية والتحضير وأنا شايف أننا دايماً نتكلم مع النادي الأهلي أو مع العبت النادي الأهلي أن أنت المباراة دي أنت حققتوا فيها مكسب المباراة الأولى المباراة الثانية ممكن تحقق فيها المكسب وخصوصاً هم كانوا يدفعوا هنا هناك مش هيدفعوا يعني هو هيدفع لو جب أجوال في النادي الأهلي لكن طول ما هو ما جبش أجوال هو أنت عندك الفرصة أكتر أنت أجيب أهداف طيب يعني أنا متفل معاكم من المعالقة اللي فاتت أنا أستاذ برايب مش هتكلم له في تشكيلات ولا في تكتيكات ولا الكلام ده إنما اللي بيقوله كابتن فاروق يعني فيه قدر من الواقعية وبإذن الله يعني أستفيد منه النادي الأهلي بشكل محترف السقر أحمد حسن واحد من اللي عاشوا مثل هذه الظروف وهذه المباراة نشوف رأيب بالأول وفي الأخير أول تفكير لكل بداية من جمعين نادي الأهلي اللي عبتنا بنادي الأهلي المجلس بنادي الأهلي أنا النادي الأهلي أنا النادي الأهلي أنا اللي يتعامل لي مليون ألف حساب مرفو عليك لا أنت النهاردة هتواجه وياما واجهنا على فكرة أبدايين بس أنت قوتك وأدائك في الملعب يخلي أي حد ضعيف قدامك النهاردة الوداد هيقاتل عشان يحاعل بطولة بكل ما أوتي من حاجات إيجابية وحاجات سلبية هيعملها معاك لازم تكون رايح متوقع ده وتحطيت في المواقف دي قبل كده آه تحطيت وذكرت أن الصفاقسي الأهلي كان متعدل هنا صفر صفر والجمهور التونسي برضو جمهور صعبة جدا 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 وروحت إيضاية تتحقق البطولة ماتشاط كتير أنت عملت نتيجة هنا كويسة وروحت إيضاية تتحافظ وتتعادل وتكسب الترجي قبل كده نادي الأهلي تترجي والرضاء والنجم وقدر أنه يروح يتغلب يدر أنه يروح يتغلب فمسألة جمهور إيضاة لعيبة جهاز فني أنت رايح تقول في المغرب أنا النادي الأهلي أنا اللي محقق عاشر بطولات أفريقية أنا اللي تعمل لي مليون ألف حساب هلعب في كل الأجواء هلعب بقى بص أنا رايح أنا القوي أنا البطل أنا الأجبر في أفريقيا هو اللي محقق البطولات هو اللي تعملت أنا أني خلي بالك عايز أقولك على حاجة أنا ما تيجي تبص دايماً بقول التميز ده جزء مهم جداً أنه أنت عرف تجيب بطولة ممكن ما تكونش أنت الأفضل صح بس أنك أنت تكون متميز أنك أنت عرف تجيب بطولة ده مهم جداً وده النادي الأهلي هو أفضل حد في الكارية الأفريقية في التميز أنه عرف يجيب بطولة ثقة الكابتن أحمد حسن في قدرات النادي الأهلي وحالته بتخليه يجنح إلى التفاؤل وعلى القدرة دي عرف الكلمة اللي أحمد حسن بقولها أنا النادي الأهلي والكل لازم أن يخاف مني أيها بس في 2008 راحين جاروا الكاميرون وانت بتلعب مباراة العودة في الكاميرون مع القط الكاميروني رئيس الاتحاد عيسى حياته من نفس المنطقة البيت بتاعه قريب من الملعب عازم رئيس الوزراء وعازم كبار المسؤولين يحتافل معهم وأنا فاكر أحمد حسن في التمرين الأخيرة وإحنا ناك الظروف كانت صعبة جداً كان كل كلامه لا إحنا للناس لازم أن تخاف مننا يعني استدعاء الشخصية وقاب جون استدعاء الشخصية دي بس ألا مهمة جداً أن أنت في لحظة لا أنت الأهلي وحط الرجل يعني أنا بقى الدل عايز أقوله الجيل الجديد لو اكتسبت الشخصية دي هتعدوا كل الأجيال مش ناسكوا حاجة يعني إحصائياً ونتائج غير أنك تعدوا بالحطة دي إن الناس كلها تشوفكوا تشيلها موكو في المباراة دي أحمد حسن سجل وبركات صنع بنالتي أو خد بنالتي ورجع الأهل من الكاميروم بكاس أفريقيا طب شوف أحمد حسن ما نشوف بركات لأنه رأي بركات مهم برضو واحد من النجوم الجيل القوي جدا والمباراة دي تعديداً كان من النجوم نشوف رأي بركات نادي الأهلي طالع كسبان والمكسب في حد ذاته حلو وجميل وأنا بقول للناس اللي حتشيل هم ولا الناس اللي حتزعل ولا 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 أقول لك خليك واثق في فريقك زي ما انت واثق فيه وقد كده مئة مرة في خلال الأسبوع اللي جاي انت بتشجع النادي الأهلي وانت أكيد عارف النادي الأهلي وإحنا كلنا عارفين لعبة النادي الأهلي النادي الأهلي الأحسن فنيا النادي الأهلي الأحسن بدنيا النادي الأهلي النهاردة لعبته بتعمل مباراة كبيرة مش في كل مباراة بتعمل مباراة كبيرة تفوز كبير النهاردة النادي الأهلي يفوز ثلاثة ويفوز أربعة مستريح ولكن برضو ما ننساش أن احنا بنلعب فريق الوداد فريق محترم وبيعرف يتعامل مع المباريات القوية النهاردة الظروف ما ساعدتش لعيبة النادي الاهلي النهاردة الحظ ما سانيتش لعيبة النادي الاهلي انها تخرج بنتيجة كبيرة خصوصا ان انا بحي اللعيبة كلها واحد واحد وبحي مارسل كولر كاعدتي على الطريقة اللي ادار بيها المباراة لان النادي الاهلي النهاردة حاجة اي اهلاوي يفخر ان هو بيشجع النادي الاهلي مباراة النهاردة حاجة مفتخرة النادي الاهلي بيقدم كورة بيثبت ان هو الاقوى في افريقيا بيثبت ان هو يستحق الوصول للمباراة النهائية بيثبت ان هو المفروض يكون الاقرب للقب ولكن محدش يبص للنتيجة ومحدش يخاف من مباراة العودة انت معاك رجالة وبتشجع رجالة والنادي الاهلي طول عمره رجالة لين واحد النادي الاهلي طالع كسبان طيب كلام بركاته كلام احمد حسن الكبات الكبار دول كان بيقولك الجيل ده كان مميز ليه مش بس من ناحية الفنية لان عنده الشخصية اللي بتخليه يشعر بانه من اي ازمة يستطيع ان انا استدعي الكوامن بتاعته عشان يقول انا الاهلي وده اللي بيقولك بقى بإذن الله ان يتسلح هذا الجيل بهذه الثقافة اللي يقدر انه لا احنا زي ما عقدناها احنا اللي حنحله وده كان قالها مثلا اسلام الشاطر زي ما عقدناها حنحله فكل ده ده دي دروس بقى من الجيل السابق اللي لازم ان احنا نكمل نكمل عناصر التفاوض طاعت الجيل ده بيها لايف من فندق الاقامة ووصول الفرقة لفندق الاقامة هو كولر راح معان برضو الراجل ده في كل بعثة كولر ولا طارق انديل انت قصدق على طارق انديل استاذ طارق انديل على فكرة معظم اعضاء مجلس اليدارة هيسافروا لمرافقة البعثة استاذ محمد الجرح برضو شفته استاذ محمد الجرح والستاذ طارق انديل والمهندس محمد سراج سراج سافر امبرح مع السيد عبد حفيز والمهندس خالد مرتاجي سافر امبرح يعني طبعا انت بتوصف للناس الفندق ده هتحول الى ايه بعد نصف ساعة لا قلعة حصينة الفندق فقاعة فقاعة احنا فثقافة الفقاعة عايشين بيها ايه اول ما يخش الادارة بتفرد يعني مبدئا هيخش يا جماعة دلوقتي هيلاق المهندس سامير عدلي مجهز المفاتيح كل واحد ااخد مفتاحه على قطر مش هيقعدوا في اللقاء لا الفقاعة دي بيها على مين بقى مش على الجمهور ايه ده على المرافقين حتى اعضاء مجلس الادارة اه يعني احنا فجأة لو تكرماتش السوفر اه قاعدين احنا على جنب كده اه والدكتور محمد شاق بس اللي مسموح له اما يزيلوا يروح له واحد يقرب منهم كان محرج عليه لا حتى مع الجماهير يمكن الجماهير المصرية اللي هناك لازم تلتمس العزر فيه كتير منهم بيحب ييجي عشان يشوف اللعيبة المساء اللي بتبقى إلى حد كبير فيها نظام شوية عشان اللعائبة تحافظ على التركب واحنا الآن المرة دي بنقولون فقاع فقاع اه يعني ما ولا جرايد ولا رغي ولا فلان بعيت لك جواب يا فلان تعال اخده هو الكلام ده مم ما يحصلش بقا طيب واحنا بقى بنراجع رأى النجوم الكبار في الجيل السابق رأى الكابتن سيد معوض اللي كان واحد برضو من نجوم هذا الجيل الزهب نشوف رأيه في اللي جايد الرسالة مهمة لازم الواحد يقولها في الأول إن لازم الإحساس من النهار ده يكون موجود بالنسبة لعيبت النادل الأهلي الجمهوري النادل الأهلي كل المنظومة كلها إن أنت عندك القدرة إن أنت تكسب هناك وتجيب البطولة النتيجة اللي هنا النتيجة مش وحشة يعني خلق بني كازبانين في الآخر آه والنقطة التانية لازم الإحساس من دلوقتي مش هيبقى يوم مبرونا من دلوقتي عندك الإحساس إن لأ الأمور عادية جدا الفرقة جبت جولين هناك ممكن تقدر تجيب جولا لو تعملت بشكل كويس إنما في الأول الإحساس ده لازم يبقى موجود جوه النادي جوه اللعيبة جوه الجهاز جوه المنظومة كلها أنت مسافر من هنا عشان تجيب البطولة من هناك إن شاء الله الأمور أنا بشوفها إن فيها إمكانية كبيرة جدا الفرقة اللي بتلعبه عمتا بتكون قلقة من اسم النادي نفسه من التشارت نفسه فأنا شايف إن شاء الله الأمور في المتناول هذا فرقة النادي الآلي النهاردة كان ممكن لو تكلمنا عليه كمان شوية أنا أتكلم آه بس الأول أهم حاجة من دلوقتي إن أنت يبقى عندك الإحساس ده ما تروحش لحتة إن أنا صعبت الأمور علي دي مش موجودة أصلا تمام يعني خليك في الحتة في المنطقة اللي بتقول أنا لأ أنا عم حققت النتيجة الجبية وإن شاء الله هكمل عليها هناك نفس الكلام نفس الثقافة نفس الجيل وبإذن الله ده اللي يتحقق بإذن الله أنا الأهلي وعند القدرة وتتحل يعني ما هيش بعيدة بس أنا وأنا بتكلم الكلام ده برده أستاذ أبراهيم لن نفهم إحنا بلعب فريق قوي بطل أفريقيا بيقابلنا في النهاية على أرضه أخصصان ده وإنزو بيلعبني خسر مني هنا اتنين واحد وحيحاول يكسب فمش عشان نبتكر بقى وكاننا المطش سهل يعني وإحنا لوحدنا حنعتبرها سيدي 55 حنعتبرها 55 55 55 لي 55 لينا عشان نسيب الفرق البسيط ده لأجواء الملعب وهو فرق يمكن تجاوزه بالالتزام والتركيز وتوفيق إذن إحنا بنقول لي عندنا الفرصة بس مش معنا كده رايحين نجيب الكاس ونرجع برضو لازم نعيش بالواقعية أستاذ أبراهيم مش رطة طيب ده كمان التفاعل اللي قاله الزميل الأستاذ سعيد عبد السلام في الجمهورية قال لك كلمة السر في الحداشر يا أهلي وقال أنه عودنا الأهلي في أغلب الأوقات أن يكون على مستوى التحدي في الخارج وفي الأوقات الحاسمة ولا ننسى هنا انتزاعه لللقب الأفريقي من الصفاق والتراجي التونسيين ولا زلنا بنعرض لحضراتك ولقطات حصرية لحظات وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة الكابتن الخطيب مع الأستاذ محمد الجرحي وستاذ طرانديل وكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وقل لي بقى يعني إيه عضو مجلس الإدارة دلوقتي هو رئيس البعثة هو المسؤول الأول يعني الكابتن الخطيب رئيس النادي مرافق موجود بقيمته والأمر الإداري رئيس بعثة أي بعثة رياضية أي وخصوصا في النادي الأهلي هو الرئيس الفعلي للنادي الأهلي في هذه البحظة دي عنده كل الصلاحيات أي ولذلك يعني أنا قلتلك بقرار تكليف من مجلس الإدارة يعني قلتلك إن الدكتور محمد شاوف ماتش السوبر كان هو رئيس البعثة أي ما حدش يقرب الفرق حتى عضاء مجلس الإدارة كان موجود الأستاذ العمري فاروق كان موجود كل الناس يعني وإحنا كنا محترمين هذا وصعداء به أي لأنه هو ده اللي مخلي الآلف حتة تانية أي والحتة التانية ماش منصات التتويج وبس وكهربة آه آه فبإذن الله يعني كل أعضاء مجلس الإدارة دول هيتحولوا إلى مشجعين لا صلاحياتها لهم إلا إذا اختضت الأمور لقدر الله يطلب منهم حاجة يطلب منهم حاجة من رئيس البعثة آه من رئيس البعثة يعني يا جماعة دلوقتي أي حد في البعثة عايز حاجة يقولها يكلم رئيس البعثة من أول الكابتن الخطيب من أول الكابتن الخطيب من أول الكابتن الخطيب ما هو بيد بنفسه المسأل أيوة دايما الرئيس النادي يبدأ بنفسه آه لما كنا بنقول الكابتن صالح لما بيلاقي زحمة على الباب يطلع الكارنيه عشان كل اللي وقفين يطلعوا كارنيه ويخش آه هدير سالة آه وبيخش آه بيبدأ بنفسه آه لما بقولك إن رئيس البعثة هو آه رخم واحد آه مسؤول رسمي عن البعثة آه إنه عضو المجلس مكلن من المجلس لما كابتن الخطيب وكابتن العمري والأستاذ خالد مرتاجي خالد مرتاجي بوعدين وإذن الدكتور شاوي يتسلم الكاس هذا هو النادي الأهلي آه آه لأنه رئيس البعثة رئيس البعثة بياخد كله صلاحياته لأنه مكلف من مجلس الإدارة هي دي صلاحيات رئيس البعثة آه وعارف ليه بيدهله لأنه إفرد محدش سافر آه لو احتاج لصلاحيات مجلس الإدارة يستطيع أن يمارس أهناك آه وكل أعضاء مجلس الدارة مسافرين على حسابهم الشخصي على حسابهم وإقامتهم على حسابهم الشخصي مطرد أن ما رحوش آه لذلك هذا التقليد هذا الحق آه منطقي جدا ومطلوب آه ده كلام مهم جدا يا جماعة في السوابت أنا عشان لما بقول لكم الأهلي القيمة في العمل المؤسسي هو ده هو أنت مش كنت آه أنت بتسألني وأنت عندك الإجابة بس عشان ناس تسمع مش كنت مع الكابتن حسن حمدي آه وشام سعيد رئيس البعثة آه آه في تونس في تونس آه كان قاعد فيني الكابتن حسن حمدي في اللي هو بتاعتي معاكم آه لكن رئيس البعثة هو اللي كان مع الفريق أنا عايز أقول لك على حاجة السفرية اللي أنا بكلمك عليها بتاعت القطن الكاميروني في جروة أصعب ظروف ممكن تعيش يعني كوخ الوسائل الراحة في المسحالي بقى والسحالي بقى والكلام والسحالي بقول لك يعني كوخ بالمعنى الحرفي أنا عادت في كوخ من بينين يعني في قصص كتيرة لدكتور محمد شاوي يذكرها بمش وقتها لكن عايز أقول لك أنه الكابتن حسن من أول ليلة جاله عيسى حياته يا كابتن حسن تعال تفضل معايا أنت فضيفتي لأنه الأصر بتاعه عشر دقايق جنب الملعب جنب الفندر قاله لا 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 أنا موجود مع الولاد يحاول يمين شمال الرجل كان شايف أن منظر الإقامة صعب يحتمد فضر الكابتن حسن مصمم يفضل موجود مع البعث لا طبعا بص حاجات مش معمولة دي ثقافة مش تظاهر يعني ليس إدعاء فأنت تمارس هذا الأمر بالصليقة ولا يمكن تعرف كم تحصل لو طلع مكانش حبات مهارش هناك طيب الزميل سيف زاهر نشوف رؤيته برضو هو بيتأسل حاجة في الدنيا تصدير المشهد السلبي أسل حاجة في الدنيا اللي انت قد والله العظيم أنا اطلق بط يا جماعة هو الأهلي خسر المتش الأول ولا كسبه سؤال لازم يبقى ليه إجابة هو الناس فهم أن أنت المتش على أرضك واستجمهورك أو الجمهور فهم إنما حكسب تلاتة أربعة يعني ده العادي مش هيحصل يعني في الكرة الحديثة مش هيحصل صعب وارد وارد بس ده مش العادي يعني مش العادي إن كل رحضت في حساباته حنكسب بنا تلاتة أربعة وخلص المتش وروح هناك ألعب بالنشير ده مش هيحصل ده مش هيحصل قلنا من أول دقيقة وجاهزنا الناس من أول دقيقة إن يا جماعة المباراة النهائية 180 دقيقة 90 دقيقة هنا 90 دقيقة هناك إيه كم وحجم الطاقة السلبية اللي الناس مصدرها دي فيه إيه يا جماعة إصحوا إصحى فوق إصحى إصحى الناس تصحى تفوق كده معانا جمهور الأهلي إصحى وأي جمهور في مصر وراء أهلي ومن الحد يصحى فوق إصحى ما تقلقش جمد قلبك إنت النادي الأهلي إنت الاسم المرعب إنت اللي بتحرج أي فريق إنت اللي بترجع تعمل المنتجة إنت اللي بترجع في دقيقة في إيه الناس ليه كده دربت حالة داون وكده وقالق واتنين واحد وحنروح هناك وحنقصر ليه منين إنت لو خسران هنا هتروح هناك تعود وأنا بقول لحضرتك وأنا بقول لحضرتك على دامنة الشخصية النادي الأهلي في أفضل حالاته الفنية الوداء الفنية مش أفضل من نادي الأهلي والنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله حيكسب هناك وسجل يا تاريخ طبعا هو كان الكلام ده طبعا بعد المبارة مناسب أو لا يعني لما خلاص يعني هو كان بيتكلم على كان فيه نغمة نرفازة أو إحباط لأنا هو ما كانوش شايفين يعني إن نوع من التشايف بقدر طب ليه ما أنا كنت كسبان اتنين قادي اللي كان بداية الناس لكن أنا مع كابتن سيف طبعا كابتن شو بير كان لوجهة نظر يعني حاولها لهم حاولها لوسط بقول له أنا لو خسران واحد بعدين كسبت اتنين مش كنت حتفرحه أيوة السينيوريهات هي اللي بتعمل كان اللي تقدم الوداد وانت سجلت المشاعر يا سيد براهيم اللي بتعمل السينيوريهات السينيوريه والمباراة هو اللي بيحدد مشاعرك في أي مباراة فخلاص المباراة انتهت يعني خلاص إحنا اتفاني عشان كده أنا بقول لك كل ده كلام إحنا للوقت دي بطولة من مباراة واحدة إحنا رحيزة السنة اللي فاتت يلا هنحاول لك ساب بس معاك أدفنطج وحيد إن الدرون يدي لك البطولة البطولة ده دي الميزة الإجابية فهذا كلام يعني أرجو إن احنا بقى نقفل على الكلام ده انت فيه فيه حاجات قادل البعثة الصديق الجمال جبر تبتنسى ما أمصان تبعيد اللقطات من أولها تاني طيب الجو حتى فيه ما يبدو كويس يعني ما هو الناس هناك على فكرة في المغرب بتاشي هتلاقي المضايقات التقليدية بتاعت بتاعت اللي بتلاقيها في بلاد تاني يعني 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 أنت ممكن تروح في بلد أفريقية تبصت لقى الناس سهرار للك على على باب القوتيل وبيخبطولك بالطوبل والحاجات دي ما ما بتلاقيش حاجات دي أظن في طيب إحنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنتواصل هنطمنكم أكتر على أحوال البعثة وإن شاء الله تعالى يكون التركيز اللي أنتوا شايفينه على الوشوش هو بدء من القاهرة الحقيقة من بعد المباراة اللي فاتت شايفين استراتيجية مختلفة للأهل في التعامل مع هذه المباراة منتهى الهدوء منتهى التركيز منتهى التفرق فقط للمباراة مش هتلاقوا حتى لما حد جاء شغول بتسيمة بملك الحاكم الأسيوبي اللي حيدير اللي حيعمل انت فقط مطلوب منك التركيز في التسعين دي ابتداء من الساعة العاشرة مسائل أحد إن شاء الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد طب منكم على وصول بعثة الأهل لفندق الإقامة واعتقد تابعتهم من لحظة وهم في الطيارة نزلوا راحوا لفندق استقبال حر من السفير المصري ياسر عثمان ثم خلود اللاعبين التقس المعتاد الطبيعي جدا اللي لدي كله دخل القوضة اللعب هتتعشى وهتنام يبدأ البرنامج من صباح الغد إن شاء الله الفطار ثم المحاضرة ثم يسير البرنامج اليومي حسب موضعه مستر مارس الكولار ده كان كلام مهم جدا خدناكوا فيه لحظة بلحظة لكن يبقى كلام مهم فيه الغربان بجلاجل بجد بجلاجل اللي حصل في بيان الاتحاد الدولي للعيب كرة القدم المحترفين بشأن الكرة المصرية فضيحة بجلاجل هنقرأ البيان وهنشوف التبعاته وتدعياته لإنه الأمر يخص كل حد معنى بكرة القدم في مصر سمعة كل نادي سمعة كل لاعد كفاية أنه بيان يطلع من التحاد دولي بهذا الشكل يتوزع على كل العالم بيقول لهم في بيان مسيق جدا محدش يروح يتعاقد مع الأندية المصرية ما تتعاملوش مع الكرة المصرية بكده بوش هنشوف ايه أصل المشكلة ورأي المهندس عدلي فيها بخبراته مسألة مهمة جدا البيان اللاعبين المحترفين تضمن سبع توصيات إذا كان اللعب سيوقع مع نادم في مصر جاءت كالآتي بيقولوله ألا يسلم اللاعب جواز صفر لمسؤول النادي للحصول على تصريح إقامة أو عمل وبدلا من ذلك يقوم المحترف بتقديم صورة من جواز الصفر أو الإصرار على حضور هذه الإجراءات وأشار إتحاد اللاعبين المحترفين إلى أنه تعامل مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز الصفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على فسخ عقله يعني ما يقول لنا زي إيه عشان نحقق برضو تكلام مرسل أستاذ إبراهيم ده كلام غير مقبول إلا يقيم الدليل يسكر الواقع عشان نشوف اللي بيعمل كده ها واللعيب ساعة ما بيبلغ أنا مش عارف أخذ بطبوري بيقولوا لي جدد أو ما حصل عندما طب يعني إزاي هو مش في مش في لجنة لعيبة ومحترفين مصرية تابعة لهذا الاتحاد مفيش تنصيخ بينهم ولا إيه لأن مسمعناش أي بيان من اللجنة المحلية بيتصدى للأندية اللي بتعمل كده حاجة من اثنين يعني الموقف ده إدعاء وعايز يتوقع فيها النادي واللعب عقداً واحداً يحتوي على جميع التفاصيل وبعد ذلك يطلب من اللعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي مع وعد بأن أن يتم أن يتم ملؤها لاحقاً بنفس الشروط المتفق عليها وإيدعها في اتحاد الكرة ويتضح لاحقاً أنها تضمنت مبالغ وتواريخ ومدد مختلفة هذا كلام بقول لك هوانطة أنت بتعمل أربع عقود إذا كنت أنا ماضي على عقد فيه تفاصيل لا يستطيع أن ينقل إلى العقود الأخرى تفاصيل مختلفة لأن حيبها معاة ثلاثة نسخ بيتقول حاجة ونسخة بتقول حاجة تانية لكن ممكن يكون أن الأربع نسخ اتمضوا على بياض أو حطوا الشروط في ورقة خارجية احتفظ بها النادي برضو قلنا إيه الشكاوى من مين اللي عندك واستنيت كل دا ما 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 لجنيتك المحلية توقف جنب أنديتك وبعدين اللي برضو حيارك أستاذ إبراهيم أنا هنا مش عارف الكلام دا حصل ولا ما حصل شي اللي بيستندوا إليه بس يقولوا لنا ولازم الاتحاد المصري والرابطة ورابطة تلعب المحترفين المصريين التالت جهات يطلبوا تفاصيل أكتر ها وإذا ما جتلهمش تفاصيل أكتر يبقى لازم يبقى أنا موقف عايزين نعرف مين اللي بيعمل كده عشان ما يكررش إحنا بنقول إيه بقى مش بنقول اللعب المال النظيف كل اللي بيحصل دا ضد اللعب المال النظيف ولو إن اتحاد الكورة من الأول عمال حط اللي يا أخي حاجة غريبة جدا كل الناس حولينا ماشي باللعب المال النظيف اللي احنا عمليين ناخد مهل 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 بقى نيجي 12 سنة بيأجلوا لنا وبعدين نطلع ترخيص على فكرة هتجد صدور الترخيص والحاجات دي بالطريقة دي والإحساس من الاتحاد الدولي أو الاتحادات الإقليمية إنها لا تعبر عن مصداقية الاتحاد المصري في هذا الأمر وراء القصة دي كلها لكن التفاصيل اللي عملين يقولوها دي أشك فيها خالص طيب أوصل الاتحاد بأن يحتفظ اللعب بنسخة أصلية من الموقعة من العقد قالوله خلي النسخة الأصلية معاك وقبل توقيع العقد يؤكد الاتحاد أن اللعب عليها التأكد من تحديد العملة المتفق أن يتقاضى بها الراتف حتى لا يتمكن النادي من تغييرها لاحقا يقولوله بيغيره العملة يمضوك على الدولار وطيبط بالجنيه دي بالاتفاق يعني أنت لما ماضي بالبتاعه بعدين أنت مش عارف تدبر الدولار فبيبقى عنده متأخرات فتقوله تحب تاخد جزء من فلوسك بالجنيه ممكن يكون فيه اتفاقات بتوصل كده ولهما لازم الاتحاد اللعب المحترفين بيبوش ضد ده لأن أحيانا بيبقى أنت عايش مثلا في مصر محتاج هتشتري حاجة هتعمل حاجة أنت عايش تضمن جزء من حقوقك أنا مش بدفع عن ده أي أنا العقد شريعة المتعاقدين لكن لما يبقى فيه حاجة عالمية بتؤدي إلى أنك مش عارف تدبر العملة حاجة من اتنين يا حتبقى مش عارف تدفع يا حتقوله خد جزء بال FRE لكن في الآخر لا يمكن النادي يجبر لعيب لا يمكن بمخالفة العملة المتعقد ماش هيقدر يجبره إزا كانش اللعيب وافق بالاتفاق مش هادر يكبره وبعدين عنه عايزة عرف هو اللعيب اللي بيقبط بالدولار ده معه وكيلو ولا معه ايه تعرف المشكلة فينا بشك يا أستاذ إبراهيم ده الوكال هم مشكلتنا مع الأندية كلها وعلى فكرة البيان نص على كده يعني حذر وجه الاتحاد نصيحة للعبيين كن حذر للغاية عند التعامل مع الوكالاء والنادي إذا لم تكن لديك علاقة موسوقة طويلة الأمد مع الوكيل أو أنه أصبح ممثلا لك فقط في سياق مفوضات التعاقد مع النادي في مصر فمن النادر أن يتصرف بصدق بما يفيدك حيث أنه يمين للحفاظ على علاقته بالنادي وفي حالة وجود نزاع تواصل على الفور مع نقابتك المحلية أو المحام المستقل يعني نقابتك المحلية اللي هي الجمعية المصرية للعبين المحترفين أيوة وده اللي نرسي بس ألوه إزاي المشاكل دي وصلت يعني وتجاوزت الجمعية إزاي ما وصلتش من خلال الجمعية يعني ممكن توصل للجمعية والجمعية تحلها الأول كل ده كلامي ولذلك الجمعية مطالبة أنها تتحور وتشوف لنا إيه اللي وراء القصة دي أنا في حاجة مش طبيعية وراء الموضوع دي لكن في الآخر هي تدين وتشين وتلقي بظلال سلبية على سمعة الكرة مصرية طبعا طيب سادسا البيان قالك ضرورة تتأكد من طريقة الحصول على تعويضات عبر غرفة حل المنازعات التابعة لانتحاد الدول لكرة القدم عند كده روح غرفة المنازعات بيحصل يا أصدر يعني برضو التعمين كل ده دي نصائح تنفع مش لنا لوحدين ده نصائح لللاعب الكرة اللي عايز يعمل عقد لكن هو أنت فيه لعيب لو مصلحات ما ببعدش الاتحاد الدولي طيب البيان أكد أنه فيه عدة أندية اللي تملك حسابا على نظام الفيفا التي ام اس الخاص بالانتقالات ولهذا يمكن أن يلجأ ناد لناد آخر لطلب شهادة الانتقال الدولية عبر توقيع عقد إضافي وهو أمر يتطلب أن يقوم اللعب بتوثيقه حتى يتمكن من إثباته حال الحاجة لذلك يعني نادي ما عندهوش حساب يعني مش متسجل كنادي محترف في الفيفا ده هو بقى هنا خلي بالك ممكن المشاكل دي كلها تبقى موجودة في عنديية الدرجة التانية والتالية ده اللي أنا بقوله لك بقى إن التحاد الكرة فتح الاحتراف أو تفتح الاستعامة باللعب الأجنبي في القسم التاني والتالي ودي أندية ظروفها المادية صعبة وبتتعامل مع لعيبة ممكن تكون برضو لعيبة ما هياش محترفة وما هياش وعية فالمشاكل كلها عشان كده بتدخل بسكة تانية أنا بقول إيه أسلنت دلوقتي اتحاد الكرة في الآخر خالص بيهموا رضا الأندية دي درجة التانية والتالتة فممكن يكون بيتغضى عن حاجات كتير عشان هما دول القوة ضربة في الانتخابات كان يجب أن يشار إلى الوقاع بشكل محدد ما هو الاتحاد الدولي للعيبة المحترفين هو جمعة الظاهرة دي من مجموعة من الشكاوة وصلت له دي لازم كانت تحلق إلى الاتحاد المصري على طول عشان يحقق فيها وأن الحد النهاردة بطالب اتحاد المصري دفاعا عن سمعته وعشان يقدر يصلح إذا كان هناك وقت للإصلاح اطلب من اللجنة دي انت ليه بتقول كده وهتلنى الحالات اللي عندها طيب ده كلام مهم جدا للناس اللي هي فعلا ممكن يدايقها قوي فكرة سمعة الكرة المصرية اللي تمست لأن الحياة خدت عاطل بباطل عدد المخالفات اللي موجودة للأندية المصرية تجاه لعبين محترفين أجانب المتسببين أو المتورطين أكتر بكتيرة جدا من الأندية اللي هي ملتزمة طيب الأندية الملتزمة واللي بتافي بالتزاماتها وعقودها طبعا قديرت هنشوف في تقرير صوتي ملامح هذه المخالفات في السنوات الأخيرة إيه العقوبات إيه المشاكل في عينة وأعتقد دي عينة فقط محدودة لحجم المشاكل اللي صارت الفترة الأخيرة فضيحة جديدة للكرة المصرية وضرب لسمعتها في المحافل الدولية بسبب التهاون في معاقبة الخارجين والكيل بمكيالين في الأمور الداخلية بعد أن أصدرت رابطة اللاعبين المحترفين في فابرو بيانا نارية أوصت اللاعبين بعدم التعاقد مع أندية الدول المصري وتضمن البيان سبع توصيات إذا كان اللاعب سيوقع مع ناد في مصر وحذر اللاعبين من أن الانتقال إلى الدول المصري يقترن بفرصة كبيرة في حدوث نزاعات قانونية ما جاء في البيان ليس وليد الصدفة لكن جاء بعد أن فاض الكيل بما يحدث من بعض الأندية المصرية ووجودها كضيف دائم في المحاكم الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم لكن عاب البيان أنه لم يذكر أندية بعينها خاصة وأن النادي الأهلي النادي الوحيد الذي تعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب وأنهى علاقته معهم بكل ود واحترام للعهود والمواثيق وما زال الكثير منهم حتى الذين اعتزلوا اللاعب يؤكدون احترافية الأهلي في التعامل معهم أزمة الشكاوى للفيفا أصبحت ظاهرة خلال الفترة الماضية إذ تعاني الأندية إما من فسخ تعاقداتها من لعبين ومدربين أجانب أو محاصرة لعبيها ومدربيها السابقين بالشكاوى بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة وهو ما يهدد الأندية المصرية بعقوبات مالية كبيرة وهو ما جعل العديد من الأندية ضيفا دائما على المحاكم الدولية الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعلى رأسها الزمالك بسبب شكاوى لاعبين ومدربين سابقين لم يحصلوا على حقوقهم المالية أو تم التعامل معهم بشكل مهين خلال السنوات الماضية أبرزهم الأردني خالد سعد والمغربي خالد بطيب والبرازيلي ريكاردو والغاني الراحل أجوغو ومواطن أتشامبونغ والتونسي حمد النقاز وأخيرا فيرغاني ساسي لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية كما تضم قائمة الشاكين لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية عددا من المدربين السابقين أبرزهم البرتغاليان جايمي باتشيكو وغوسفالدو فريرا ومن قبلهما كاتجوا والسويسري كريستيان جروس الأمور المالية لم تكن فقط سبب تواجد الزمالك في المحاكم الدولية أو الفيفا بل سوء تعامل إدارته مع المدربين حيث أنهى البرتغالي إناسيو عقده مع الأبيض بحضور مندوبين من سفارة بلاده بعد احتجازه في النادي بحسب تصريحاته وقتها بعيدا عن كل هذه الأزمات قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنع الزمالك من فترتين قيد في عام 2019 بسبب أزمة توقيع حسام أشرف ناشئ الزمالك مع أكاديمية في الكاميرون لتسويقه ثم وقع على عقود احتراف في الزمالك العقوبات الدولية لم تعرف طريقها إلى الزمالك عن طريق اللاعبين فقط أو المدربين بل وصلت إلى الأندية حيث تقدم نادي سبورتينجليشبون البرتغالي بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك نتيجة عدم قيام الأبيض بسداد قيمة صفقة انتقال اللاعب والعقوبات المالية أو الحرمان من القيد لم يعرف طريقه إلى الزمالك فقط بل وصل إلى عدة أندية مصرية منها الإسماعيلي الذي تم منعه من القيد لمدة ثلاث فترات بسبب عدم تنفيذ حكم سابق لصالح التونسي لسعد الجزيري صانع ألعاب الإسماعيلي السابق كما تقدم عدد كبير من اللاعبين بشكوى ضد الإسماعيلي لعدم الحصول على مستحقاتهم البالية منهم النيجيري جودوين ومن قبله مواطنه أوتاكا والجزائري أمير سعيود والناميبي بنسون شيلونغو كما تقدم عدد من المدربين بشكوى ضد الإسماعيلي في الفيفا لعدم حصولهم على المستحقات المالية أبرزهم الإسباني جاريدو وقبل بداية الموسم الحالي تلقى المصر البورسعيدي صدمة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف النادي البورسعيدي عن القيد لمدة ثلاث فترات بسبب شكوى معين الشعباني مدرب الفريق السابق والترق التونسي حاليا ومن خط القناة إلى بحري وتحديدا الإسكندرية حيث قام جونيور أجاهي لاعب سموحة بتقديم شكوى ضد فريقه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة التي تقدر بحوالي 70 ألف دولار بالإضافة إلى رفض مسؤولي النادي السكندري صرف مبلغ مالي له من أجل إجراء عملية جراحية في ساقه بسبب الخطأ الطبي في العملية الجراحية الأولى كما قررت محكمة التحكيم الرياضي إيقاف القيد بنادي فاركو لفترتين بعدما فاز مجلس إدارة المريح السوداني بالقضية التي رفعها ضد اللاعب سيف تيري ونادي فاركو كل هذا الكم من الفضائح والأزمات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحاكم الدولية ليس وليد الصدفة وإنما نتيجة العواري والطرديات ومجالس العرب التي تنهي الأزمات المحلية دون التفكير في العواقب الدولية والتشهير بسمعة ومكانة الكرة المصرية في الخارج طيب هذا التقرير بيرصد الحاجات الموثقة اللي فيها أحكام واللي هي تم تدولها في وسائل الإعلام داخل وخارج مصر وقدت له الصورة دي لا مش بس الوحدها أنا عشان كده بقولك أستاذ إبراهيم كل الملاحظات تشير إلى أن هناك أمر شديد الفوضى والخطورة في الدرجات الآدنى لما ييجي أصلي كل دول ما لهمش علاقة لما ييجي يقولك في البند مثلا أندية ما عندهاش حساب على الفيفا سيستيم فبتأخذها من خلال الأندية الثانية يعني تجيب نادي يتعقد وهي تاخد اللعيب واللي بيأخذ الشهادة الدولية النادي الآخر يعني منتهى الفوضى في القيدة هنا في مصر إزاي يحصل ده أن أنا جيب لعيب وتأيد اللي لعيبنا باسم نادي تاني هذا أستاذ إبراهيم هو ده اللي يهمني بقى ده اللي يشني جدا لو ده طبعا طبعا أن الأندية بقى عليها الفلوس وغرامات بالمنظر ده ولا تسددها وبعدين مستمرين فيه إن إحنا نصدر الترخيص ومستمرين إن إحنا ما نطبقش السلامة المالية مستمرين أنت عارف إن ميسي مقدرش يرجع عشان السقف الرواد مش عشان ما عندكش في له عشان مش مسموح لك تتعاقد بأكتر من كده حسب ميزانيتك يعني المسألة مش مسألة التمالك وأنا حتفعله وهو حيقول أبط مفيش الكلام ده إحنا بعيد قوي 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 في عملية التنظيم دي وانتماءاتنا سرقانة والطبطبة جوه اتحاد الكورة تفوت إيه وتقف في إيه وتحجر في إيه تحط العصايا في العجلة إمتى وإيه اللي الناس تعرفوا وإيه اللي الناس ما تعرفوش وضع لا يمكن أن نستقيم هو الوضع ده لما انفجر الناس هتبتدي تشوف الحاجات التانية لكن هم انفجرش بسبب الحاجات الحاجات التانية سبب الوضع ده إنك انت طالما أن ما عندك شي قود أخلاقي وإداري تدير بيه هيحصل حاجات من هذا النوع ولذلك لابد من المطالب والوزير بقى عشان ما يقوليش دي مش شأنه ده شأنك ونصة دي سمعة مصر ابعت أطلب حلات محددة عشان تفتح تحقيق عشان نشوف مين المتسبب في كل هذي الأمور وهي الوقاعة اللي استندوا إليه مش يمكن يتبلع مش يمكن يكون بيتبلع علينا مش ميمكن يتبلع علينا اللجنة للنوبية لازم تتصدى سمعة الكور مصرية قلولنا مين؟ تقصدوا إيه؟ على فكرة للتحاد السعودي تصدلوا مثلا اللي فات حذروا من التعاقد مع الأندية السعودية والليبي والعراقية عملوا معهم كده؟ آه بس رد عليهم رد؟ آه وتصدوا قالهم قلولي زي إيه؟ بس ولذلك ما أثرتش أنت جبت كل لعيبة الكبار ده بالعكس ده تستخطبط أهم العكس عشان كده بقولك هناك أمر غامض في هذا الموضوع طيب ده لأن احنا عندنا حاجات شبه الحاجات ما عندناش حاجات بجد يعني ده نظام انت عايز تعمل رابطة للأندية المحترفة عملت حاجة شبهة مش بالقليات ولا باللوايح ولا بالانضباط ولا بالالتزام عندك جيالك حاجة زي كده من الاتحاد الدولي للعبين المحترفين يمثلوا في مصر جمعية اللعبين المصريين المحترفين هي شبه حاجة لكن مهياش الحاجة لا بالقلياتها ولا بالنظامها ولا بالمشروعيتها ولا بالانضباطها ولا حتى بالتحقيق فيها عشان كده الأمور الموضوع انت سعد لي قال لك إيه كان لازم أن الأول تمر على القناة المصري هو الالتحاد الدولي للعبين المحترفين قال لك للعب لو حصلت لك حاجة لو روح للنقابة المحلية بتاعتك اللي هي الجمعية المصرية للعبين المحترفين هل حسن تخطب معاه يقولوا له إيه الواقع دي الجمعية المصرية للعبين المحترفين ردت ببيان تعقيبا على بيان الجهة اللي بتمثلها دوليا يهميني الرد ده بقى قال إيه بقى كابتن مجد عبغاني رئيس الجمعية منذ أنه انشأت الجمعية المصرية للعب كرة القدم المحترفين سنة كام 2002 يعني عندنا الكيان ده بقى 21-22 سنة وهي تسعى للنجاح على الرغم من أنها لم تستطع أن يتم إشهارها من خلال وزارة الرياضة أو الاتحاد المصري لكرة القدم ما تفهمش ليه قالك لإحساس المسؤولين في هذا التوقيت أنها ستنتقس من مهمهم وليس الوصول لعالم الاحتراف الحقيقي عزق فينا بس لحظة يعني الجمعية دي مش مشهرة هو بعد كده أشهرت وهو هيكمل بعد مضي 21 عاما في مجال كرة القدم ومحاولة إفهام البعض مدى أهمية دور الجمعية المصرية للعب كرة القدم وارتباطها تحت لواء الاتحاد الدولي اللعبين المحترفين في برو ومدى أهمية هذا الاتحاد من خلال تواجدنا في المؤتمرات والفعاليات التي يقيمها الاتحاد الدولي اللعبين المحترفين لأعضائه ومحاولة نشر مفاهيم الاتحاد الدولي وكرة القدم المحترفة بشكل حقيقي إلا أنه حتى الآن لم نجد آزانا صاغية لما نقول والدليل على ذلك أننا خلال فترة فترة ما كنا نمس العضوية في الاتحاد المصري كرة القدم ده بقى الكابتن مجد بيتكلم عن نفسه أو عن مصلحته هو بيقولك أنا لما كنت موجود عضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري من خلال الانتخابات هذا حق حقيقي لكل روابط اللعبين المحترفين حول العالم ولم يكن هناك مشاكل بهذا الكم ما عايز يدي لنفسه الحق اللي هي إيه؟ إنه يكون ممثل داخل مجلس إدارة الاتحاد بصفتي بصفتي ده اللي بيطالب بيه؟ نحقق الى علمنا نحقق الآن أيوة يعني هي في وقايا عنده هو أنا بان في أستاذ إبراهيم إنه عنده وقايا بقى رجل ساذج أنا بقول كلمة هذا الكم من المشاكل تعني أنه يعلمها وبيحقق فيه أنه يعلمها نقدر نطلبها منه ولا هو لازم يطلبها وهو ما يعلمها يبقى ما يعرفش حجمها ده المشاكل يعني أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أوصل للحقيقة مش قضي إن أنا أقول ما فيش مشاكل ده مؤكد إن في مشاكل خلط إن لازم تعمل كده عايز بقى اللجنة برئاسة كابتن مجدي تتصدى بقوة في هذا الأمر ويجيب لنا طب وفي الأول والآخر طب إنتم مجي تقوليش ليه؟ يعني لو جالوا مشاكل ما يعرفش عنها حاجة لازم يقولهم طب مجي تقوليش ليه؟ وإحنا نعرف مجالوش ليه؟ طيب بيقول بيان الجمعية المصرية أو بيان الكابتن مجد عبر غاني هنحن الآن ندفع ثمن عدم الالتزام بلواح الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يمكن أن نظل بهذا التخبط في كرة القدم المصرية حتى بعد وجود نجوم كبار أمثال محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن الترزيجيه ولكن يوجد عدم الالتزام بلواح الاتحاد الدولي ومدى أهمية دور الجمعية تصور بقى هديم دايقاني أنا لما أشير أشير إيه ل اللعيبة رغم يعني أن أنا عندي محمد صلاح وترزيجيه والنني وإلا أشير رغم وجود هنا بريدة وقابليه المهانش مصطفى فاهمي وقابليه مش عارف مين وفي الاتحاد الإفريقي إيه دول المعنيين أنت تتعرض لهذا إلا إذا كان عايزي يقول إن بصفاتهم لعبية لعبة محترفين طيب إحنا هنرجع للموضوع لكن هنطلع تاني للدر البيضة ومعنا الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي بعد مرتب كل أوضاعه وفي أول طل له من خلال هذا النهاء المهم كريم مساء الخير وحمد الله على السلامة مساء الخير عليك وأستاذنا وأستاذ إبراهيم المينيسي وكل التحية لبشمان سعاد للقي على الله يسلمكم طبعا يا رب إن شاء الله بإذن الله كون نادي الأهلي موفق وجهازه الفني بإذن الله إن شاء الله كل الحماس والجدية والشخصية منتظرينها من لعبتنا إن شاء الله يا رب كل توفي مع فريق النادي الأهلي بشمان سعاد لأستاذ إبراهيم خمس ساعات في الطيارة مش كده؟ بالتأكيد طبعا يعني لو بنتم بقى كل جمهورنا كالعادة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي على الرحلة تبعثة فريق النادي الأهلي والاستعدادات المكثفة الحقيقة لنهائي مش هنقول الصعب لأن النادي الأهلي متعود على هذه الأجواء ومتعود على النهائيات عدد كبير جدا من البطولات في رصيد النادي الأهلي وأيضا كمان النهائيات قبل النهائية كل الأمور دي الحقيقة بتطمنها في شكل كبير جدا على بمشية الله إن شاء الله بإذن الله اللي عبتنا قدر أنها تعود من هنا بال11 يوم 11 بمشية الله يعني أبدأ معاك بشمانس عدلي أستاذ إبراهيم بمطار القاهرة وطبعا توافض لعيب النادي الأهلي عقب انتهاء التدريب اللي كان صباحا اليوم قبل التحرك والتوجه إلى مطار القاهرة ومنها إلى كازابلانكا فحضور الكابتن محمود الخطيب الكابتن حسام جالي الأستاذ طارق أنديل سبق طبعا البعثة زي ما احنا عارفين المشمانس حمد سرال طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بصحبة الكابتن سايا كابتن سامير عادلي يمكن فجينا مجرد وصلنا إلى مطار الدار البيضاء للمهندس خالد مرتجي كان متواجد دعم كبير جدا ومسندة كبيرة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي وده الأمر المعتاد والمعروف عن مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه المواقف تحديدا كابتن حسام غالي هو رئيس البعثة لكن القيمة الكبيرة جدا لكابتن محمود الخطيب بيرافق بعثة فريق النادي الأهلي للدعم والمسندة والرسالة المهمة جدا جدا للعاب النادي الأهلي اللي بأكد لكم هي وصلة للجميع من الجلسة الحقيقة اللي كانت فيها القاهرة ده كان أمر مهم جدا وجود الكابتن محمود في التدريب تحفيز اللاعبين وكلامهم وهمية هذه المباراة الجمهور منتظر هذه المباراة بشكل كبير جدا احنا جايين للمباراة دي وده الكلام اللي بيتقال سواء في الطيارة او في التدريبات احنا جايين المباراة دي هي مباراة وحيدة احنا ملعبناش مباراة في القاهرة احنا لسه عندنا مباراة وحيدة عشان كده زي ما بأكدلك في حماس وفي تركيز كبير جدا خمس ساعات رحلة شقة كالعادة من القاهرة الى كازابلانكا لكن كل الترتبات كانت مميزة جدا في حضور طبعا السفير ياسر عثمان اللي استقبل فريق النادي الأهلي استقبل الكابتن محمود الخطيب لكابتن حسام غالي كل اللعبين ووفر طبعا امور عديدة جدا تسهيل الاجراءات الجوازات بيكون فيه تكدسات بشكل كبير جدا في هذا التوقيت اللي احنا متوجدين فيه لكن الحمد لله الامور كانت طيبة جدا على طول مباشرة الى الحفلات ومنها الى فندو الاقامة فندو الاقامة بيبعد يعني من 30 ل 35 دقيقة كنا طبعا متوجدين في فندو اقامة اخر هي في مباراة الرجاء لكن الرؤية الادارية طبعا تحترم لكابتن ساعد عبد الحفيز والجهاز الفني اللي نتغير بفندو اكيد لرؤية مهمة جدا لقربه اولا من ملعب العربي الزولي اللي اتضرب عليه للنادي الاهلي وايضا كمان كلها ترتيبات خاصة ادرية رب ان شاء الله تكلل بالنجاح منتظرين بمشيئة الله غدا تدريب الاول لفريق النادي الاهلي زي ما اكدنا يكون على ملعب العربي الزولي ملعب جايج جدا ارضيته ممتازة قريبة بشكل كبير جدا من ملعب من مركب محمد الخامس لاستهب الاهلي المباراة الزروف طيبة حتى هذه اللحظة لكن منتظرين ان شاء الله صباحا نطمن على لعبتنا في التدريبات نشوف الحالة نشوف المعنوات المرتفعة نشوف الجدية وبتدينا رسالة مهمة جدا التدريب الاول هنا في هذه المباريات الكبيرة جدا اللي بتحصن بانصاف الفرص التدريب الاول بيدينا رسالة طمأنينة مدى جدية وجهازية لعبين لكن كلنا امل وثيقة في ربنا سبحانه وتعالى قبل طبعا لعبة النادي الاهلي وكلنا ثقة ايضا في لعبينة والجهاز الفني نحن بمشيئة الله ان شاء الله يبزلوا كل الجهد مشيئة الله في هذه المباراة ويا رب ان شاء الله نادي الاهلي يتوج في هذه البطولة الصعبة جدا على الجميع لمسوا طبعا الاهتمام الجماهير الكبير في الدار البيضة بالمباراة بالتأكيد يا سيد ابراهيم يعني عايز اقولك من مجرد وجودنا هنا لفند الاقامة شوفنا عدد من جمهور النادي الاهلي متواجد خارج فند الاقامة حفز اللعيبة افريقيا الاهلي نادع اللعيبة رسائل بسيطة جدا رغم قلة العدد الحقيقة لكن تأثيرهم بيكون مهم جدا جدا للعاب النادي الاهلي الكل بيحفز وبيقازر وبيساند رغم قلة العدد لكن جمهور النادي الاهلي وورا النادي الاهلي في كل مكان ده امر مهم جدا وبينقل الرسالة المهمة جدا والايجابية جدا لان جمهورنا واعي بشكل كبير المساندة مطلوبة التكاتف مطلوبة هي دي المرحلة اللي مهم جدا ان انت تكون بتساند وبتدعم وبترفع معنايات لعيب لنادي الآلي عشان كده بقولك ممكن كانت رسالة مهمة جدا جدا كمان فيه فندق لقامة نتشوف عدد من جمهور نادي الآلي بيقازر ومنتظر ويدين رسالة لمنتظرينها ويا رب ان شاء الله بإذن الله جمهورنا يكون مساند ومداعم رسائلكم مهمة جدا لعيبة نادي الآلي فاصلة في شكل كبير جدا يا سيد سبراهيم برشوانس عدلي عن كل الأمور تركيزها فقط لغير فيه التدريبات تركيزها فقط لغير فيه المباراة مهما كانت كل الأمور احنا متعودين والنادي الآلي متعود اكثر من مرة الحقيقة متواجد فيه المغرب بعض الأمور يعني اكيد ممكن نشوفها من جمهور نادي الوداد من بعض طبعا الأمور الخاصة دي لكن الوعي الكبير والخبرات المتواجدة كباتن فريق النادي الآلي واحدثهم المستمر الجلسات الصنعية الفردنية ده عمر مهم جدا عشان كده اللي ان شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون هادية عندها ثقة كبيرة جدا في نفسها عندها ثقة في جمهورها ان شاء الله ويرب كل المجهودات والترتيبات تكلل بنجاح بمشيئة الله التمرين بكرة في نفس توقيت المباراة ولا التمرين بالنهار يعني لا يمكن حتى دي اللحظة لسه طبعا الترتيبات الخاصة لكابتن سعد عبد الحفيز متواجد طبعا في اجتماع مع فريق النادي الآلي مع مستر كولر عقب الوصول يعني بالتأكيد هيكون السابعة هنا بتوقيت كذا طبعا انت عارف في ساعتين تحت زي ما بنقول يعني الساعة ممكن تكون تسعة في القاهرة سابعة هنا فيمكن هيكون التدريب سابعة النهاردة لكن غدا بمشيئة الله بعد غدا ان شاء الله بإذن الله يكون في موعد المباراة وهو التامنة هنا بتوقيت كذا العشرة بتوقيت القاهرة ظروف طيبة جدا الجو المميز جدا حتى دي اللحظة في موعد المباراة الجوة يكون أكثر من رائع جو كوري مميز لكن لسه الترتيبات طبعا الخاصة بيبقى المؤتمر الصحفي الاجتماعي الفني كل الأمور دي طبعا وايضا كمان تحرقنا الملعب مباراة الحاجات التنسئية دي لسه هتتم بعد غدا ان شاء الله بإذن الله فيارب كل الأمور تكون طيبة جدا بالنسبة لنا بمشيئة الله ان شاء الله كل التوفيق ان التحياتنا لكل البعثة يا كريم وحمد الله على السلام الله يسلم يا بشفى الله يسلم شكرا جزيلا للزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى الدار البيضاء وأعتقد أكد لكم على الحمد لله لأمور الله درجة تركيز اللعيب أنا كنت مش عايزين كوش قوي وكوش أنه هو من نفسه قال الأحاديث بتعكس هذا ومستوى التمثيل في الاستقبال ودرجة الحرق يعني ما قال كل الحاجات حتى زي اللحظة اللي يقدر يقولها طيب بنرجع بقى للموضوع بتاع بيان الاتحاد الدولي لللعبين المحترفين وبيقول الكابتن مجد عبدالغاني في بيان الجمعية المصرية بيقول البيانة الذي أصدره الاتحاد الدولي لللعبين المحترفين اليوم يمثل وصمة عار في عالم كرة القدم المصرية ولا يليق بمكانة وسمعة مصر على المستوى العربي والأفريقي والدولي في كرة القدم وذلك لعدم التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق لوائح شؤون اللعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم وتفعيل دور لجنة فض المنازعات وإصرار البعض على إدارة كرة القدم بشكل منفرد لذلك الجمعية المصرية للعب كرة القدم المحترفين تحذر أن هذا البيان هو بداية وإنذار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تفعيل دور اللجان ومن أجل وضع حلول لجميع الشكاوى التي يتم تقديمها للجمعية المصرية طيب تفعيل دور اللجان أي هل اللجان دي ملهاش أي صلاحيات؟ طيب أنا أعسى لك سؤال هو أول لجنة معنية بعقود اللعبين وتعاقداتهم في اتحاد الكرة لجنة إيه؟ شؤون اللعبين مش موجودة اتحاد بيدير لعبة بهذا الشكل فيها احتراف بهذا النظام ما عندوش لجنة لشؤون اللعبين طيب أوكل فقط الموضوع إلى الأستاذ وليد العطار فقط طيب لو عندو لجنة لماذا تم إلغاءها؟ ما تفهمش ولماذا لم يناقش أحد أسباب الإلغاء؟ ولماذا لم يسعى أحد إلى إحياءها؟ طيب ولماذا لم يقل لنا أحد ما هو البديل؟ أجماعة فكرة كل التساؤلات دي هي منطقية وهي اللي عاملة المشاكل هي مشكلة كهرباء لو في شخص واحد صاحب القرار يعمل اللي هو عايزه المبدأ الإنساني السلطة المطلقة مفسدة مطلقة أي إنسان يضعف هو السؤال عشان كده العمل الجماعي العمل المؤسسي بيقوم على أنك أنت عندك لجنة فيها أربع أفراد فيها خمس أفراد والاتحاد طول عمره كان كده ده كان المهندس شريف خشب الله رحمه هي قدر يدير الاتحاد كله لكن معها لجنة لجنة شوني إيه اسمها لجنة شوني اللعبين فيها أربع أفراد فيها ثلاث أفراد فيها خمس أفراد وإنت كنت في أكتر من لجنة في تجارب سابقة عشان ما بقاش رأيه واحد شخص الوحيد شوني اللعبين وعدوا لجنة موسابقات آه يعني وعدت سنين هنا وسنين هنا بالضبط لكن القائمين على العمل في اللجان دي بقى وقتها آه وكان بيحصل حاجات أوكي بس فيه أكتر من رأي لكن كان فيه عمل مؤسسي قوي جدا وكان تقدر تشير لائحيا إلى أن أسباب اتخاذ القرار المادة رقم جزا والمادة رقم جزا والمادة رقم جزا بتؤسس على كاس مش أن أنت لما تتسئل سؤال تجاوب بنتباع يعني الميدي يقولك هو اللعب ده قيده سليم ولا قيده غلط لا قيده سليم تروح بالجملة دي تكسب قضية ضد اللاعب في الاتحاد الدول باي فين محضر الجلس فين اللجنة فين فين التفاصيل هو القيده سليم يعني إيه يعني العقد بتاع اللاعب يبقى فيه تقرير قدم يوم كذا وكان وقعا يوم كذا وسجل في المعادل القانوني أو بعد المعادل القانوني للاسباب التالية يعني فيه لازم كل حالة يشار إلى العمل المؤسسي والتأسيس لأسباب صدور الجملة الأخيرة وبالتالي فإن قيده خطأ أو سليم لكنك تقول القيد سليم والقيد خطأ بشخص الواحد وكلمة تودي لعب زي الكهرباء في مشاكل مطلوب منه يدفع كم مليون أو تمنعك من قيد لعب أو تمنع قيد أو تمنع أنت من حاجة يعني اللعبة بقى دي بتعمل بترح تشتكي من مجمل الشكاوى بس أنا ما شفتش لعب راح اشتكى لحقيقة للاتحاد الدولي المحترفين يعني هار الكهرباء لجأ للاتحاد ده شوف اللقم هو كهرباء لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم طب ما هو لو ما هو أصل أنت دي تقودك إلى برضو سؤال أساس برايم يعني تتشتم من سنايا كلام الكابتن ماجدي إن اللجان دي مش ملزمة أو الاتحادات مش معترفة بيها كلجان يعني تقدر تطلع تقارير ملزمة هي لجان استشارية أو تدافع عن حقوق الله اللعبين كنوع من الصخافة التوعية شوف ده بيان تشهيري تشهيري الهدف منه التشهير بالكرة المصرية أولا هو من الناحية القانونية ولا له أي ستين لازمة ولا له أي لازمة إلا في المردود العام بتاعه المعناوي اللي بيعمل جرسة إنه بيشوه سمعته الكرة المصرية عشان كده الاتحاد الاتحاد المصري سيبك من الجامعية بتاعت الكابتن ماجدي الاتحاد المصري والسيد وزير الشباب والرياضة إيده جوه الاتحاد يعني أنت بتشكل لجنة دلوقت اللي رعاية المنتخبات برعاية السيد وزير الشباب والرياضة بس لما يشيروا إلى أخطاء لانتحق فيها فأنت لما تبقوا موجودين في قلب الاتحاد في هذا الأمر أي أول حاجة تتعمل بيان أو جواب للاتحاد الدولي للعبين المحترفين ابعت لنا بيانات ما ورد إليك من شكاوى أنت على أي أساس كونت هذه الصورة طب بقى ما نقصتنا وإيه معطيات بيانك اللي أنت طلعته بقى مرت إيه أنت بتقول كده لكن فجئنا بيان تشهيري في هذا الفتح البين قوي والمؤسف والموسيق الاتحاد المصري بيرد عليه ببيان للوسائل الإعلامة المصرية أيه وكأنه هو اختب الزات هي دي المشكلة أنت مش بتحل أنت بتهدي الرأي العالم كان لازم أن يطلع علينا ببيان أنه نحن بعتنا جواب للاتحاد الدولي للعبين المحترفين نقوله ادينا بيان ما لديك من شكاوى لماذا وصلت إلى هذا الصورة دي يجي بتابنين الصورة دي يجي بتابنين إيه المشاكل اللي عندك عننا لأنه حتى اتحاد المصري لما رد رد عايز يقول للاتحاد الدولي للعبين المحترفين أنتوا كدبين بس بيقولها لنا احنا مش بيقول هلهم همه البيان قال ايه بقى يبدو الاتحاد المصر لكرة القدم انزعاجه الشديد والانزعاج مش كفاية من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للعبين المحترفين ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة برضو ما تقول هلناش احنا قلهم انتوا كدبين قلهم انتوا جبتوا الكلام الموسيقى لمصر منين والتي ان ثبتوا وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع عن ديت مصر بصوا بقى الاتحاد بيقولهم حالات دي لو هي صحيحة فهي لا تنسحب على جميع عن ديت مصر يعني انت عارف ان فيها اندية ملتزمة وكويسة طب ما تحفظ ما تدافع على سمعتها لا 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 استنى اه يعني انا لما بلغ عن سرقة يقولين جرانك ما تسرقوش ايه اللي بتقوله بس ده لائسة ملتزمة Springs ある مسايقل الي انت بتقول عليها مش موجودة في كل انديية مصر ايوة فيها انديية بريئة يعني عايزوا يقولوا ان فيها انديية سليمة يا ف bricks دافع انت عنها من الانديية المدرنة لا دا مش دفاعي يا أستاذ ابراهيم دا دا لب اللي انا باقول يعني ايه فيه اندية سليمة انت عايد توصل ان ما فيش اندية سليمة طيب بيقول الاتحاد ويود الاتحاد المصري كتر قدم ان يوضح عددا من النقاط المهمة بعد التنسيق مع رابطة الاندية المصرية المحترفة كلا في نقاطه يعني برضو تاني ده لما تقول مش كل الاندية ده احنا عندين اندية انت بتعترف ان فيه اندية مش سليمة ايو ما نقول لك عشان كده لازم نقوله مين بقى لا انت اعترفت خلاه يبقى هو من حقه انه يقول اللي يقوله هو اتهمك بحاجة فاته بتقوله بس مش الكل حرامي عندي ناس كويسة يعني عندك حراميه انت بقى كل همك تيجي تقوله طب ما تقول لنا هم مين ونا بقول لنا هم مين بينه وبينك ما هو الاتحاد الذي لا يحرص على تطبيق تعليمات الفيفا حيحرص على تطبيق لجنة غير ملزمة لا طيب يعني فين السلامة المالية وفين الترخيص نشوف بقى ان قاتل للاتحاد عايز يوضحها وبردو تاني هو عايز يوضحها لنا احنا عايز يوضحها للرأي العام المصري تاني يا استاذ جمال يا سادة في الاتحاد اعملوا جواب محترم رد على الاتحاد الدولي اللي لعبينه محترفين ليه لمو هو النقاط اللي انتو كاتبينها ديت فيها حاجات كتير منطقية بس مش لي نحنا مش للرأي العام المصري اللي اداي قالك اولا انه طبقا للنظام التيم اس فان عدد الانديا المصرية التي تمتلك حسابا على هذا النظام في الانتقالات الدولية 113 نادي والتي تمثل الاقسام الاول والتاني بالكامل بالاضافة الى اكثر من نصف انديت القسم الثالث يعني في نصف انديت القسم الثالث مش مدرجة على نظام الانتقالات الدولية ودي اللي البيان بتاع الاتحاد الدولي قالك في انديا ما عندهاش حساب على هذا النظام فبترجع تحمل حسابها على حد تاني وذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية الاستخدام يعني عائز يقول احنا مش محتاجين نعمل اي نوع من لا محتاج انت بتقول نص الدرجة التالتة ما عندهاش حساب يبقى النص التاني محتاج في كل نفي فيه اسبات اه لوقع ثانيا الاتحاد المصري لديه حوالي 268 لعب اجنبي في مختلف الدرجات لم يصلنا سوى شكويتين او مفروض شكويين بحجب جوازات السفر على مدار الاربع اعوام الماضية وكانت بحجة انهاء اجراءات اقامة اللاعبين وتم اعادة جوازات السفر فورا بعد اتدخل الاتحاد دي نقطة مهمة يعني لما يكونوا هم محلتين اتنين ازا صدقوا في الكلام اتحاد بقى اللي بيقولك انتم بتعملوا كده ليه ما هتقول لا مين قالك دول اتنين دول عشرين واد الاندين بس انا عشان كده بقول الرد المعلوماتي ده المفروض يترد عليه بقوة عنيفة للاتحاد الدولي اللاعبين محترفين وينشر ده ينشر في وسائل الاعلام ووكلات الانباية الدولية زي ما انت اتشوهت سمعة الكرة في مصر وطلع اتحاد زي ده يقول للعيبة حول العالم محدش يروح يلعب في الاندينة المصرية يترد عليهم لا انتم اللي متجنيين لان انا بقولكو ده بيان تشهيري وراها اطراف اخرى ايه مصلحة الله اعلم بس في وقاع سابقة استخدم فيها الاتحاد الدولي للعبين المحترفين ضد النادي الاهلي نفسه في وقت عبدالله السعيد تم تغذية الاتحاد الدولي للعبين المحترفين من قبل محامين لاستصدار بيان الماء ضد النادي الاهلي في وقتها في امر كان منظور امام القضاء اما ده يقول لك ان الاتحاد ده برضو مش بريء اوي يعني لا لا اسم يعني انا عشان كده بقولكو ده في الناحية القانونية مالوش اي ستين لازمة لكن في ناحية السمعة ده تشهير ما يصحش السكوت عليه قال كمان الاتحاد المصري ثالثا لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن ومن هيئتكم ونعمل بها منذ عشرين عشرين يعني الكلام ما عندكش الكلام على انه في ورق بيتزق وورق ابيض بيتحط لا 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 ما قالش كده قالك فيه بتمدي على نسخة واحدة وبعدين بتمدي على بقية النسخ وانا رضيت على دي قلتوا لو نسخة واحدة من الاربع نسخ بقى انها مختلف بتسقط الاربع نسخ فانا مش معك الاتحاد الا اذا كان بتمدي على الاربع نسخ على بياض النفس الانجليش بتاع البيان قال الجملة دي انه بتحطى اوراق فضية وقالوا للعيبة تأكد ان انت ما تمضيش على ورق مفهوش بيانات لانه بتستخدم بتضاف اليها بيانات لاحق اخدالك رابعا كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة اهيه او المدة او العملة فهي تقع تحت على عاتق اللاعب ووكيلها الذي يجب ان يبحث ويوجه الى مصلحة اللاعب يعني عايز يقولك القانون لا يحمل مغفلين اللاعب اللي يستغفل لدرجة انه يمضي على حاجات هو ما هو تقول البيان موجه للعيبة او استاذ البرين بينبهو ما هو هو التحدي اولي للعيبة هو ما بيحزبكش اه بيقول له ما تعملوش كده وما لوش سلطة عليه انا مردش هقول له انت بكلمني انا ليه ما تكلم اللاعب او هو بيكلم اللاعب حقول له او انا كلمتك انا ما كلم اللاعب الرد غريب شوي طيب يشدد الاتحاد المصري كنت قدم في هذا الصدد على انه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء بيقولك احنا تنعمل علينا وبنوع اللاعب اخيرا فان الاتحاد المصري يرفض وبشدة بقول لكم بينكلم بعض الاتحاد المصري يرفض وبشدة ويحتاج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة ان جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للاحداث في مصر لم توجه للاتحاد اي ملاحظة فيما جاء في بيانكم وهو ده نقطة لانا قلتها يعني كابتن مكدي رد على البيان وكانه يؤيده بقول انتوا السبب لان كنت تجهلتونا هتا بتقول ما جالكش امينه ايش اكوة ودي غريبة لالطبيعي انك انت تروح للجنتك الاول وبعدين ما عملت لكش حاجة بتلجأ للجنة الدولية مش كده اي اي اتوقع بقى او انتظر من الكابتن مكدي انه يتواصل ويجيب لنا الحقيقة اه من اه من اتحاد اللاعب المحترفين الدولي ام طيب ده الخروج منه ازاي انه الاتحاد المصري يعمل رد موسق ويطلب بيانات للانتحاد الدولي اللاعبين المحترفين رد علينا ببيانات انت قلت كالتحاد مصري انه عندك اندية قويسة وعندك اندية مخطئة طيب انت عملت ايه مع الاندية المخطئة انت لازم ان تقفل الحنفية دي احنا عاملين زي اللي ماسك مساحة وعامل يزوق في المية اللي نزم الحنفية مفتوحة وتعب نفسه عامل يزوق بالمساحة في البلاعة ومش واخد باله ان الحنفية مفتوحة ايه في الحنفية الاول شوف المصدر ده جاي منين شوف اسباب هذه المشاكل مصدرها ايه عشان تقدر تسيطر على الموقف لكن انت عملت لعبين اجانب في القسم الثالث اقسام انت قلت ان ما عندهاش الامكانات ما عندهاش الفرصة ان يبقى عندها حساب على نظام الانتقالات الدولية طب ما تحل المشكلة انت شايف ان فيه لعيبة بيتضحك عليها وبيتضحك بصبورها انت جبت رد الرابطة ورد الاتحاد ما تجيب ربطة اللعب المحترفين ما تجيب رد ربطة بص ربطة الاندية المصرية اقحمت نفسها في ما ليس لها فيه ليه قيد اللعبين مسؤولة الاتحاد الكرة نفسه هي داخل الطرف لانه لجنة شؤون اللعبين وظروف قيد اللعبين ولوائح قيد اللعبين هي من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم والجانب رده بصفة ان هي اللجنة حذرت من اللعب في مصر ودي لجنة مسؤولة مصر مش الدولة دي لجنة الدورة الممتاز فاهمني؟ يعني خد بالك حاجة انا هقولك الرد بتاع الابطة لكنه ما فيه قسم تاني وفيه قسم تالت ايو 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 بس انا عز اعرف كيف نظره الى الامر هما دين مش بتتوب واحنا اللي بنعرضه ده ايه؟ تفكير المسؤولين عن الكرة المصرية ربطة الاندية برئاسة النائب احمد دياب اكد في بيان رسمي قالوا بصفتنا ربطة الاندية المصرية المحترفة الهيئة يعني احسنوا ان هما طلعوا عرب وانجليزة لان الاتحاد المصري هو اللي كان لازم يطلع بيان بالانجليزي ويرسل لوكلات الانباء يعني قراءة هذا البيان وصلتنا لحاجة تانية قالوا ده الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حماية حقوق ومصالح الاندية في مصر قمنا بمواجهة بمواجهة مقالة الفيف برو الاخيرة بعناية بس هي انت قلت كلمة هي بتقول احنا الهيئة المسؤولة عن ربطة الاندية المحترفة هل هي تمثلت تلت درجات؟ لا طبعا فين النص على هذا؟ لا هي الربطة بتاعت احمد دياب الدورة الممتاز فقط ما قالوش كده ليه هنا بقول لك احنا الربطة بصفاتنا رابطة الاندية المصرية المحترفة الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حقوق ومصالح الاندية في مصر لا هي اندية الدورة الممتاز في مصر طيب اذا اتلغى البيان قبل قراءته اقرأ انا بقول لكم يعني دخلوا في ملايانهم هما مش مسئوليتهم دي رابطة هي المفروض بالدير المسابقة الدوري فيه كاس مصر وفيه درجات اخرى وبعد المفروض انما اوكي يعني الدخول في الموضوع للمصلحة العامة مش يعني مطلوبة تقدر رابطة الاندية المصرية تفاني الفيف برو اللي هي جمعية اللاعبين المحترفين الدولية في حماية حقوق الاندية ولعب كرة القدم المحترفين في جميع انحاء العالم وتعتقد ان النقاط التي اثرها المقال ذات اهمية قصوى وتستحق اهتمام جميع اللاعبين الذين يفكرون في الانتقالات على مستوى العالم وليس فقط في مصر مع ملاحظة ما يلي يتم تسجيل جميع اللاعبين في مصر من خلال فيفا تي ام اس لضمان عمليات التوسيق المناسبة للانتقالات يجوز للاندية طلب جوازات سفر اللاعبين بسبب التزاماتها القرية او الدولية وكذلك للاغراض الادارية والسكنية تمت مراجعة الاتحاد المصري قد القدم الجهة المنوطة بها بهذا الامر والذي اكد مسئولوه انه خلال السنوات الاربع الماضية لم تتعدى الحالات المذكورة حالتين فرديتين وتم حلوهما داخل لجان الاتحاد لذلك من غير المعقول تأعميم الامر على الكرة المصرية من المهم ملاحظة انه وفقا للوائح المعمول بها في مصر يحق لجميع اللاعبين الاعتراض على اي مخاوف او شكاوة مع الكينات القانونية المناسبة وذلك وفقا للوائح الفيفا يتم توفير عقود اللاعبين باللغتين الانجليزية والعربية ويتحمل اللاعبون المحترفون ووكلاءهم مسئولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية اي مواقف خارج العمليات المذكورة او اي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة على اساس كل حالة على حدة لضمان معاملة العدلة ودعم حقوق اللاعبين تشجع رابطة الاندية المصرية المحترفة بشدة جميع اللاعبين على الاحاطة علما بهذه التوصيات والاطلاع على اللوائح عند ابرام التعاقدات او اي تعاملات اخرى مع الاندية وكلام من قبل بقى ايه الكرة المصرية اللي بدأت منذ اقل من عامين في انشاء رابطة محترفة ومنذ ذلك كذا لغاية لما قالت ان الرابطة تتطلع الى العمل بشكل وثيق مع فيف برو في المستقبل لتعزيز بيئة امنة ومواتية لممارسة كرة القدم المحترفة في مصر واختتم الربط بيانها يمكننا معا ان نخطو خطوات كبيرة في القضاء على النزاعات والممارسات التعصفية وحماية حقوق اللاعبين لذلك نود ان نوجه الدعوة الى فيف برو لمناقشة خارطة الطريق والعمل معا من اجل تطوير ادارة نزاهة اللاعبين والاندية مما يضمن افضل نهج وتعاون فعال بين منظماتنا ونقدر شراكة الفيف برو وتفانيها من اجل رفاهية لعيب كرة القدم حول العالم طيب اللاجنة بالفقرة الاخرانية دي ها بزكاء حاولت الموضوع من خنائه تعالوا نعد مع بعض لما في صالح الكرة المصرية واللعيبة والاندية ونعد نتفق ايه اللي تعمل في هذا الشأن ولكن ايضا بزكاء بتسحب البوساط من الاتحاد المصري لكرة القدم برافو عليك بتقول له طيب ختابن على الثان ماشي لا مش ماشي احنا نتكلم على ما يسمع بس هي خنائه مستطرة مضايعة كرة مصرية وعشان كده ما كانوش عايزين يعملوا الربط وهتظل الخنائه ما لم تتحدد الخنائه انت عارف القانون ساعات يبان غلط يقولك ايه يبقى الحال على ما هو عليه في نزاع على شقة والمتضرر يروح القضاء رغم ان ده يبدو ظالما ولكنه بدونه ما انتش هتعرف الحق بتا مين واخد بالك الخنائه دي او الحركة دي ابص الحركة دي وايه رأيك في الحركة دي مطلوبة دلوقتي خلينا نقدر نوصل الى اشكال من العمل المحدد وما المسئولية المحددة لان بين وبينك ما ينفعش تبقى ربطة الاندية المحترفين وقضايا اللعيبة والاندية ما تبقى على القل في الدرجة بتاعتها مش تحت طائلاتها يعني عشان نحدد هي ربطة الاندية المحترفة هنا العضو فيها النادي المحترف وليس اللاعب المحترف مش النادي المحترف دا دلوقتي ايوه على خصومة مع واو في دائرة الاتهاب من جهة دولية انك ما بتعملش ما بتعملش او بتعمل وبتعمل ومش المتهم دوليا لاتحاد المصر كرة القدم طيب الاتحاد المصر كرة القدم و و ممكن جدا جدا من خلال انك تدرس وتقدم لاتحاد المصر كرة القدم تيجي تقول له تعالى انا اتطفق بعد ما اتطفق مع الفيبرو دي على قلية ياخد اللي تفق عليه وروح تعالى المصر تعالى اتطفق انا وانت ايه اللي يضمن حق النادي وحق اللاعب لانه ليس من المعقول ان اللاعب يبقى تحت رحمة شهادة موظف في الاتحاد هو عقوده سليم ولا غلط يبقى بدايتها بداية العمل المؤسسي الاتحاد تبقى عنده لجنة مكتملة لإدارة شؤون اللاعبين المحترفين ما هو دي اصلي دي بديها انا باستغرب انك اول ما وصلنا للاحتراف بالارقام دي يلغيها تاني احمد مجاد وبيلغي اللاجنة دي كان عايز يلغيها ما ترجعش ايه ولا كان عايز يلغي اللاجنة دي بالذات لحد ما يعمل لاجنة تانية لا لا كل اللي كانت لغت حتى لجنة المسابقات اللي بيدير المسابقات في ربطة الاندية المحترفة كابتن عامر حسين مفيش لجنة ده اللي انا بقوله انت بتتكلم على نظام ما فيهوش مؤسسك طب انا هولك على حاجة هو يعني ده متعمد انك تضرب العمل المؤسسي انت كاتحاد انت انتخبت ما شكلتش ليه لجانك يعني ما هو ده يا بستاذ غريم احنا مش مختلفين العجب ان ده اللي انا بقوله بس انت بتاخد التساؤل بتاعي اكني يعني انا انا مش فاهم انا بسأل عشان نصل الى اجابة وطالما ان احنا انا وحضرتك لن يلتفت احد لينا ولا اللي زينا اضربوا بمقوا في الحيط واتكلموا او شوات بقين بتقولوا مو خلاص طب ما هي الرابطة لما هتخش في الخناءة دي يمكن نوصل لحاجة طيب انا ليه بقولك الاتحاد بيانسحد انت يعني الربطة في اخر كلامها ساحبت بساطة من الاتحاد هي ساحبت بس الاتحاد ما انسحبش كويس الاتحاد واحدة من اهم المهام بتاعته رعاية المنتخبات مش كده والمنتخبات تبدأ بمنتخبات النشئين في اطار العمل المؤسسة اللي احنا عايزين الاتحاد يكون له قيمته وهبته لان في النهاية هو اللي يتحاسب عمل تعاقد مع احدى الشركات الراغبة في تمويل المنتخبات الوطنية لمدة عشر سنين اللجنة اللي بتشرف على المشروع يعني الشركة بترغب فيه تمويل كما ترعى ماه التمويل هو الرعاية هو اوكي عنده شركة رعية للاتحاد يعني دي شركة اخرى فاللجنة اللي هتدير مشروع رعاية المنتخبات المفروض داخل الاتحاد مقابل ايه بقى حديك فلوس واخد منك ايه ده السؤال اللي محدش جاوب عليه بس اللجنة لما تبقى برئاسة السيد وزير الشباب والرياضة وعضوية رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد يعني الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد برندالي والكابت نحمد حسن واخرين من تبع الشركة الممولة اول حاجة انت بتقول لي انت عبده بيدينك في مقابل ايه هنا المقابل مش معلن لانه في النهاية الرجل الخبير تسويب يقولك هتديني كذا هتديني نفحها لا استناني بس عشان الجمهور يفهم معانا انا بقولك تم طارع الاتحاد قلت لي في شركة رعية فهم عايزين يلفوا عشان الشركة الرعية واخد الباقة اللي مقابل الرعاية هتاخدها الحقوق هتعترض اذا ما عندكش حقوق تدهاله فانت روح تعامل كيان سميته الشركة التي تريد رعاية المنتخبات او تطوير المنتخبات هتسميها برئاسة الوزير وزير الشباب الرياضة ورئيس ونقب رئيس الاتحاد وكام تنحمد حسن واخرين ايه الاخرين اللي هم مين متحددين اسماء الناس قيادات في الشركة الداعمة انا معرفش اسماءهم انا معرفش اسماءهم يعني متقالين اه اه متقالين اعلنوا وتعمل مؤتمر صحفي طيب دول بقى مقابل ايه هيروحوا ياخدوا هذه الحقوق بتعليمات من الوزير وبموافقة رئيس الاتحاد ونقب رئيس الاتحاد انهم يصرفوا على المنتخب يصرفوا على المنتخب بيع عشان مقابل ايه وهم بيمثلوا مين مين الشركة دي طيب بصوا يا جماعة هنا تلت اربع ملاحظات مدومنا بنتكلم في السياق لحماية سمعة الكرة المصرية وازاي بنتحط على الطريق الصح لان انا قلتلكم من بدري احنا بنعمل لكل حاجة حاجة شبهها رغم وضوح الموقف لما يجي لجنة لرعاية منتخابات الناشين شي كويس او ان فيه شركة وطنية مصرية عايزة تدفع فلوس ليها اسم ولا ملهاش يا سيد زبراهيش ليها اسم اشوان طيب هل ممكن لما يكون هذه الشركة ليها نادي هيلعب في الدورة الممتاز الله ده خلف مشكلة ولا لا ده خلف مشكلة في صميم التدخل للمصالح والمسألة هتمس قواعد الشفافية والنزاهة اي نادي من حقه يعترض طيب لاحظة واحدة الشركة دي لما قدمت قدمت باسمها اه بالظبط ومعلن ومؤتمر صحفي والشركة دي ليها فرقة بتلعب في الممتاز في القسم التاني ومؤهلا تسعب وعندها فرصة متسعب فرصة كبيرة فالشركة اللي عندها نادي حيطلع قالت انا هروح ارعى المنتخب اه او اصرف عليه ما ليش ارعى لان هو مرعي بالظبط طب مقابل ايه لم يعلن هو هو يعني نوع من اللي عمل مجتمعية طب الشركة دي بقى اه مين مجلس ادارتها هي اه دي قضية تانية اعضاف الاتحاد كابتن حزم امام عضو الشركة يا اخي انت عضو مجلس ادارت ما تخش علي بقى بالشوات المعلومات اللي عندك دي شركة ليها فرقة بتلعب عضو مجلس ادارتها عضو في مجلس ادارت الاتحاد بس؟ يعني بس مش كفاية بقيت مجلس ادارتها مين؟ من برا الاتحاد لكن اليوم علاقة بص يا جماعة المسائل كلها اولا المخالفة فيما يخص انك انت تلاقي عضو والوزير موافع الاتحاد انك تلاقي عضو في مجلس ادارت الاتحاد واحنا اللي احنا اللي جابين الكلام لنفسينا الجهات الدولية اللي بتعملوا فينا ده مش من قليل لانه مبدئيا الفيفا حطيلك لايحة نظام اساسي قالك ده الدستور اللي هتمشي عليه هذا الدستور اربطوا بقى بالبقين بتاع العيبة المحترفين اطيق الجزء من الفوضى لو لعبة النادي ده عندها مشكلة حد حجر يحاسبه لا هنا دي التضارب هو دي تضارب المصالح لكن انا ليه بقول ده على الاتحاد المصري الكلام بمناسبة انسحابه من المشهد رئيس او وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة لرعاية منتخبات النشيين الف بدا تدخل حكومي طريح يعني اي واحد غطبان يشتكي دي فيها مشكلة رقم اتنين هو ده قانوني اولا ولا لا الكلام الشركة دي تم ترسية هذا العطاء عليها بعد ايه يعني هل في ممارسة اتعملت هل في مزايدة اتعملت هل في مزايدة على هذه الشركة انت بقى شوف هترجع للسؤال اللي انا سألته عشان تتعمل ممارسة لازم كراسة شروط او مزايدة كراسة شروط بتقول لك ايه بحسب التعادل مصري لكرة القدم على رعاية او الانفاق او تطوير العمل في انفاق على كذا 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 وده يتنافى مع كراسة الشروط السابقة الرعاة تراحة وفي شركة اخادة حقوقها لكن هيخرجوا بتخريجة يدي لك حقوق جديدة يمكن باقة جديدة انت هتديني فلوس مقابل ايه وإلا الفلوس اللي بتدهاني دي لها اسمي تاني خالص في دونيا كرة القدم ايوه لما خدتش مني المقابل يبقى انا حطل منك بس بعدين هقولك انا عايزين فهنا ده اللي كان لازم ان يوضح انت بترعى ده الشركة اللي قدمت ده رسع لها هذا العطب بشكل مباشر بعد ايه ما يجوز فيه شركات تانية ورجال اعمال اخرين يقدروا يدفعوا زي كده يبقى فيه كراسة شروط يبقى لازم فيه كراسة شروط ولازم فيه مزايدة او فيه ممارسة عامة عملت ان انا بديك ده مقابل ايه بقى ده ما تمش رقم اتنين اموال بهذه القيمة تقدر بمتين مليون جنيه في عشر سنين لجنة يا رأسها السيد وزير الشباب والرياضة قيمة ايه استاذ براي مين يا مبك ونبعش خاطري 200 مليون جنيه في عشر سنين ايه قيمة ايه دي ايه القيمة دي هو مش وقت اي حاجة دي منحة قالوا ان انا بديك منحة هو ما تقالش ان دي رعاية لها حقوق تسوقية كلام جميل عشان اعمل ايه انا بديك الفلوس دي ومشاكل لجنة وانا فيها مش الشركة فيها ايو ولا براها فيها وانا روحت للوزير قلت له ادي 200 مليون جنيه حديك 20 مليون جنيه كل سنة مني للمنتخب وروحت اواخد بعدي وماشي ها لا استاذ ابراهيم الغموط ده لا بحث لنا الموضوع ده صح طيب التشكيل موجود لكن انا بقول لحضراتكم لجنة برئاسة السيد الوزير ميني حاسبها هو ده السؤال في حالة وجود اي اخطاء مالية او ادارية لما اللجنة تجيب اخرها رئيسها السيد وزير الشباب الرياضة ميني حاسبها ثم مجلس ادارة الاتحاد مجلس ادارة الاتحاد المصر وكرة القدم اللي الجامعية العمومية انتخابته عشان يدير اللعبة ودته سلطتها كاملا سبت المنتخبات ولا يليق انه السيد رئيس الاتحاد والسيد نائب رئيس الاتحاد يتحولوا الى اعضاء الجامعية العمومية المحترمة انتخابتكو رئيس ونائب ليكو السلطة العليا والنائب بتاعه ما ينفعش يتحولوا الى اعضاء في لجنة منبسقة عن شركة يا رئاسة السيد الوزير وبعدين زعلانين ان الناس تبعت لنا من اللي حاسب هذه اللجنة على اي عمل تختاره مين والاتحاد ده خطير جدا الكلام ده خطير جدا الكلام ده لو كان هناك شركة ليه هنادي بيلعب وعيتصعد تضرب ودقاطع وتصادم مصالح وبعدين هيتصعد هيبقى في الدور الممتاز والذي يرعى المنتخبات المجلس دارة النادي ده اللي له جوه الاتحاد وجوه الرابطة ممثلينه ده 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 بتديله المنتخب اللوم بتديله المنتخبات الناشئين يبقى انت كل قاعدة الناشئين في مصر هتخدم على النادي ده عشان ولادها يروح المنتخبات اللي النادي ده بيصرف عليه يبقى باي 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 انا رأى إيه أهلي وزمالك ومش عارف إيه ما تصرفوش على حاجة اقفلوا الليلة دي ومع السلام عشان عشرين مليون جنيه كل سنة مش قلتلك يا بجلاجل ما انت مرضت ستقول لي حاجة انت عمال بتطلع مني كلام وما بتدينيش أي حاجة يعني للأسف دي اللي كانت بجلاجل من الاتحاد الدولي لللعبين المحترفين مرة تانية مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم هو الجهة الشرعية المنتخبة من جمعية عمومية محترمة عليه انه يمارس كل سلطاته الكاملة يمارسين موجود يا عام الرئيس هنا بالرئيس لكن أمر بهذا الشكل وجود الكابتن حازم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم وجوده في مجلس إدارة أي كيان آخر لعلاقة بكرة القدم ده أمر غير قانوني بالمرة يبدو ان المسألة هتتوازع الأستاذ الكومي كان له وجه نظر حيط راضة واخد بالك بالنسبة لأنديت الدرجة التانية والتالت اللي كان مش موافق على النظام الجديد لدورة المحترفية الكابتن حازم إمام موجود مع الشركة الراعية الرابطة فيها ناس من الشركة موجودين مع الشركة اللي هي هتدير الرئيس ونقب رئيس الاتحاد قادي موجودين كابتن بركات بس يعني هو راجل زال ما لهش طلبات جواني يرجع يلعب يرجع يلعب والله هو الراجل ده الوحيد اللي نصنع بنع لها في الليلة دي ده كانت الوضع اللي أنا بقول لكم للأسف بهذا الشكل تدرر الكرة المصرية ولهذا السبب تجيلنا هذه البيانات الدولية المسيئة اللي ما زلت بقول محتاجة الرد عليها عندهم مش عندنا دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاسنان القادم إن شاء الله أسبوع لخيان